حيل وعامو مدخش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة توحدنا الكوارث والأزمات وتفرقنا المصالح والأطماع وعجبي إبراهيم أهلا بك برش مهندس أهلا بك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 854 من ملك وكتابة يقف فيها المهندس عدلي ما بين توحيد المشاعر بفعل النكسات والنكبات وأيضا تنامي الأزمات والأطماع أولا بداية كده نعزي أنفسنا والأشقاء العرب الأشقاء بمعنى الأشقاء هما أشقاء في الدم دلوقتي الكوارث عندما أتت لم تفرق بين ليبي وعربي ومغربي إنما الدم انتزج في هذه الكوارث ودفع فيها ثمن غالي أستاذ إبراهيم ولكننا شاهدنا المجتمع العربي شعبا وحكومات يندفع لمساندة الأشقاء في مواجهة هذه المحنة والكوارث سواء في المغرب وتحديدا في ليبيا ليبيا حدودية والحقيقة يبدو أن الكارثة في ليبيا أكبر بكتير هي قتلنا في اللحظة الأخيرة وإحنا على الهواء ما أدركناش عمقاء لكن من سرعة استجابة على الأقل الموقف المصري للدعم وكان موقف الجيش المصري وقيادة هذا الوطن بالرئيس عبد الفتاح السيسي اللحظية الفورية اللي أثبتت حكتين مسافة السكة ليست كلمة ولكنه واقع عندما يحتاج إليه أنا شفت فيديوهات وقوافل المساعدة تدخل ليبيا واللهفة والارتياح لدى الشعب الليبي من هذا المشهد وشعور بالطمأنينة وبعدين لما تشوف التنظيم الفائق يعني فيه واحدة جزائرية باحثة كدب مقالة وعمود النهاردة أنا خدته وشيرته على معظم العراف فخر شديد جدا وهي بتقول على مدى جاهزية الجيش المصري إنه يبعت قوافل عملة حساب لكل شيء مش قوافل غذائية ومساعدات طبية إنما إيواء ناس تعمل إيه والخيم وتتحط فين وبحيث أنك أنت عربيات إسعاف انتشال جتامين الضحايا المصريين تحديدا ويرجعوا تدفنه في نفس اليوم أو بعديها بيوم على أكتر في بلادهم أنت أكتر أكتر واحد شعرت وحكيت لي الصعيد ناله نصيب كبير من هذه الفاجعة عدد كبير أسر في أسر بيقوله فيها 14 واحد بنسوف فيها 75 واحد يعني لما تشوف الاستعداد جوا وبرا وبحرا المنسترال مدينة متحركة فيها كل الإمكانات عشان تقدر تفتح طرق جديدة حتى اللي عايز يساعد من دول أخرى مش عارف خش كان استطاع الجيش المصري أنه يساهم في هذا وهو يساهم بمشاعر المسئولية والجوار والدم الواحد والأسف الشديد هل نحن باحتياج إلى كوارث توحيدنا والأطمع تفرخنا أستاذ إبراهيم هل مصالح تفرخنا أستاذ إبراهيم أما نيجي نشوف كيف تعبت للأسف الشديد إسرائيل بالمنطقة ونشوف بتخرج كسبانة من كل المواقف وإحنا عمالين أحيانا نتفرج على عنده موقف صعب وعايزين احنا بنقولش حاجة احنا عايزين نوف مع بعض نتبادل المصالح التجارية ما تدوش ما حدش أدي التاني منها إنما أدي استثمارات هنا وخد مني هنا وتاخد من الغريب ليه نتبادل نتبادل المصالح لأن ساعة الجد ما لناشي لبعضها حرفيا والمشهد السياسي لا يبعد كثير عن مناحي الحياة المشهد الرياضي نفس الموقف أستاذ إبراهيم أنت وكأنك بنحتفي بالتحفيل على بعض وبنفرح قوي لما نجد إن مين متبني موقف الأهل مين متبني موقف بيرامد مين متبني موقف الزمالك في الخارج وكأننا يعني فرحانين إن الناس بتقول علينا إيه بشكل سلبي لكن هما بيقولوا عشان يعلوا عشان الكورة عندهم تعلع الكورة عندنا عشان الكوادر الإدارية عندهم يقولوا إن احنا خلاص علمتونا بس سبقناكم أين نحن ونحن في هذه الغفلة من إحنا أنا ولذلك أنا في كل الأحوال أنا لازم أعتبر إن أنا والزمالك تحديدا في منافسة شريفة ما يقدرش حد يخش يمزقها ولكن كل واحد يبذل جهده فأي محاولة إن واحد يقولك لو غرقت ويغرق معايا لا أنت ما تغرقش معايا أنا شدك ونجيك محاديش يغرق التاني علينا أن نفط إلى ما يحدث حولنا لأن الحقيقة مصر ساعة الجد هي الشقيقة الكبرى مش عايزة منقشة وفي الكرة يجب أن نستعيد على الأقل لنقف موقف تستحق الكرة المصرية بريادتها وعرقتها وجزورها التاريخية أنا عمل أربط في المشهد وشايفوا إنه مش منفاصل غير إن إحنا للأسف الشديد برضو يعني عندنا فقرة مهمة لكن بسرعة كده هلمس اللي كان مستني خسارة المنتخب عشان يقدر يلقح على الأهلي فقط فتجد كل الأقلام اللي بتهاجمك قبل المباراة هي اللي بتهاجمك بعد المباراة برضو هم اللي فرحوا بالهزيل هزيمة وكأنهم ولا استناني بقى لأنه عايز أقول كلام كتير في الحتة دي هتقول كلام كتير في هذه الحلقة التي تلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله نصر الصلاة شكرا الغربال سوبر بإذن الله وبعضمة لسانه لا بقى تعالوا نتكلم والشموع الحمراء عن أسطورة السلة وأسرار الملك مختار وجائزة اليونسكو ومجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن خلينا نقول في الأسبوع بل الساعات الأخيرة عاشت بعض الانتصارات المهمة كان أبرزها تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة لأوفوزه بكأس الأمم الأفريقية بعدما فاز على الجزائر في المباراة الختمية تلاتة واحد وأحرزت مصر لقب كأس الأمم بعد غياب ثمان سنوات نتاج الأشوات كانت خمسة وعشرين اتنين وعشرين خمسة وعشرين تمنتاشر خمسة وعشرين عشرين وخمسة وعشرين اتنين وعشرين وقايمة المنتخب الحقيقة يعني شاهدت تألق كبير لأبناء النادي الأهلي الاكتساع حتى يمكن من لعيبة الأهلي اللي كانوا في المنتخب حسام يوسف وأحمد صلاح ومحمد عسران وعبد الرحمن السعودي ومحمد رمضان يعني خمس لعيبة مهمين جدا كانوا في قائمة المنتخب لكن كمان انتزع لعيبه الأهلي الجوائز الفردية نجم النادي الأهلي حسام يوسف فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وخد كمان أفضل معد أحمد سعيد اللي انتقل من الأهلي إلى الخليج السعودي فاز بجائزة أفضل ضارب في البطولة وعبد الرحمن السعودي لعب الأهلي فاز بجائزة أحسن حائط صد في البطولة ليكمل أبناء الأهلي حظ الألقاب الفردية مع إسهامهم الكبير في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة من ثمان سنين طبعا بالإضافة إلى ظاهرة اكتساح لعب الأهلي ألقاب الأفضل وأنهم أصحاب المساهمة والبصمة العميقة في عودة المنتخب الكرة الطيرة إلى زعامة القرة بعد بداية الحقيقة مخيب الأمل تصور أن البداية دي أستاذ إبراهيم حالت دون التأهل المباشر للمنتخب مصر للأولمبياد ودخلتنا في الملحق في تصفيات لو كنا كسبنا الجزائر كنا تأهلنا بشكل مباشر لكن أن تتدارك الأمر وتستعيد الزمام وأربع ألقاب من ست ألقاب دي نتيجة هيلة جدا الزاهرة الثانية يعني أحمد سعيد لعب الآل السابق والخليج السعودي الحالي يفوز بأحسن ضارب وهو دائما لعب قريب من هذا اللقب في كل المسابقات التي يشارك فيها سواء مع النادي أم مع المنتخب ولكن أيضا حظه العاثر يصاب بالصليبي فالمتعة لا تكتمل سواء بالفوز باللقب أو الفوز بأفضل ضارب نتمنى له العودة السريعة والاستفادة من كثير من دروس الماضي لأن يعني الحقيقة يعني لاعب له طعمه مميز جدا 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 كمان عبد الرحمن سعودي وأنت يتركك دولة محمد عادل محمد عادل اللي هو اللعيب كان مصنف رقم واحد في مصر طول ما كان بلعب في الأهلي وكأنه كان يريد بس يقف شاح المجال يأتي عبد الرحمن سعودي لاعب صاعد ما بقاش ناشئ بس هو صاعد عشان يحصد أحسن صد في البطولة فيما يعني يطمئنك إذا كان دولة سابك ما تقلقش عندك محسن وعندك عبد الرحمن سعودي وغيرهم بإذن الله من ناشئين ولكن أتوقف وتتوقف معي ولا ننتظر لما تيجي الفقرة ننتظر لأنه يستحق فقرة الوحدة لكنه عايز أقول لكم كمان استكمالا لهذا الدور الكبير للنادي الأهلي مع الرياضة المصرية كان لأبناء لأبناء الأهلي لعبات ولعبين دور باريس في فوز مصر ببطولة أفريقيا لتنس الطولة والتأهل إلى أولمبياد باريس منتخب أنسات ولا بنات لتنس الطولة دينا مشرف وهانا جودة ومريم الهضيبي استطعنا التغلب في المباراة النهائية على المنتخب النجيري 3-0 قيمة المنتخب من اللاعبات ضمت دينا مشرف وهانا جودة ويسرى حلمي وأميرة يسري بالإضافة إلى التوأم مريم ومروى الهضيبي ده فريق البنات فريق الرجال ضم عمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ومحمد البيل ومحمد شمان ويوسف عبل عزيز والفريق بيقوده كابتن ماجد عشور المدير الفني وعمد مصرح المدرب العام وجهان السيد مدربة منتخب بالآنسات والحياة خد مني بقى ما شاء الله خد مني بقى عشان أنا عايزة أتوقف أمام اي اتنين محمد البيلي عصر خلاص قال عصر وبالذات عمر اه ده خلاص يعني أفضل لاعب تنس في تاريخ تنس طولة في تاريخ مصر اي يحقق يقترب من هذه المكانة الدولية والعالمية والافريقية اي ولكن محمد البيلي استطاع انه يفوز على اسطورة نيجيرية مكسباش قبل كده اه في الفاردي اي وبعدين يساهم مع زميله في الحصد الميدالية الذهبية يسير بخطة نجحة جدا ومتطورة جدا وفي لعيب جديد فجأة اسمعنا اسمه يوسف عبد الرحمن اي كان بلعب في اوروبا وجههم بالسنة اللي فاتت وانا فاركت عليه رشاقة ورزانة وشخصية على الطاولة مختلفة خالص لعب واعد واعتقد انه هو ده البطل القادم يوسف عبد العزيز ما هو عشان جديد ملحقت انفرج عليه في بطلتين وراء بعض لقيت شخصية ممتازة جدا على العموم يبقى الاهلي ومدرسة تنس الطاولة رجال وسيدات يعني انت لما تشوف حتى الخماسي اهلي الهضيبي هم سابوا الاهلي بس هم مدرس الاهلي سابوا الاهلي لازدحام مفيش من بر المنتخب ده من مدرس مختلف الا يسرح علمي على العموم نتمنى النادي الاهلي يظل كده مفرخة للأبطال الدوليين والعالمين في تنس الطاولة ولكن نجم الشباك طبعا بطل مصري في لعبة غادرت الاهلي منذ زمن وغادرتها الشعبية وهي رفع الأصفال في بطل وبطلة الحقيقة يعني كحلة بطولة عالم بطل عالم في السعودية فضية واثنين واثنين زهبيات هشوف الوحش اللي قدامك ده وانا طبيعتي ما صرته اعتقد هو كان التاني مش عارف انا عايز اتذكر مخبازي انا طلبت من المخبازي يجيب لي يجيب لي ترتيبه في البحر الابد المتواصل طيب انا هقولك هو كريم كحلة فاس بالميدالية الزهبية في الكلين وفي النطر توازن 96 رفع ثقل قدره 213 كيلو وحصد الميدالية الزهبية في المجموع ب387 كيلو علما بان الرقم العالمي مسجل باسم القطري لكنه الاصول المصرية بقى فارس حسونة اللي كان نجح في مجموعة 402 في أولمبياد توكيو الماضية ليحطم رقمه العالمي اللي كان في 2018 كان وزنه 379 اذا كريم كحلة المجموعة بتاعه 387 والرقم العالمي في الرقم الأولمبي كمان في أولمبياد توكيو كان 402 كان بتاع مين بتاع فارس حسونة القطر المصري بس تصبر علي يعني فارس حسونة كسب ميدالة الزهبية في الأولمبياد باسم القطر باسم قطر حسونة ده كان مال وراح أنا كنت أصلا راب في الأسقال هويتي متبحهم كويس جدا وحيب تفرج عليها الرجل ضد الثقل والجاذبية يعني تلوقتي مع الثقل التعامل ضد الجاذبية الأرضية صحيح فتحدي رائع جدا جدا ولكن في بطلة كمان كسب التلاث ميداليات ده بالنهار ده صمر صمر دوني أسميها شباب عيب والله عيب إن أنا مش أنا كنت فكيرها وكنت عايز أتكلم عليها باستفادة آخر لأن سارة سمير سارة سمير وهي مش جديدة على هذه الأوقات وبطلة أولمبية طبعا فيعني ما تشوفوا لنا حل يا جماعة في قضايا التجنيز دي شوفوا لنا حل والله والله العظيم تلاتة اللعيبة دي تاخد الرعاية الكاملة ومهما تاخد في بلدها العائد من ورى إنجازاتهم أكبر بكتير قوي من أي مبالغ مالية أي يعني في المصارع كل يوم التاني واحد يسيبنا دلوقتي رفع الأسخال لا من فضلكم رفع الأسخال عايزة يتبصل أبصة محترمة طيب دا كان كلام مهم جدا من وحي هذه البطولات اللي حققها هذا الأبطال لكن جدا في مقالي ومقالي نصر الصلاة شكرا الحقيقة وإحنا بنتكلم على الألعاب الرياضية وعلى الأبطال اللي فيها ومين ملوكه الصلاة ومين أساطير الصلاة هذا الأسبوع خبر مهم جدا على لاعب هو بالفعل نصر الصلاة لأنه أرقامه بتقول أنه أفضل اللاعب في ألعاب الصلاة على مستوى العالم الأكثر تحقيقا للبطولات على مستوى العالم هو اللاعب الذي أعلن اعتزاله اللاعب الدولي هذا الأسبوع نجم الأهل ومنتخب مصر أحمد صلاح أحمد صلاح أسطورة الكرة الكرة الطايرة الحقيقة نصر الصلاة بالمعنى الحرفي لأنه أنتم متخيلين الرجل اللي قدامكم ده فاز بخمسين بطولة لما هتشوف أرقامه والألقاب اللي عملها مرعب أرقامه مرعبة بجد وفتكره صديقنا العزيز طره الأدور معنا مرة على الهاتف قال لك أحمد صلاح مع حدش نفسه على مستوى العالم إلا صاحبه وزميله عبدالله 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 عدد البطولات والإسهام اللي عملوه في الألقاب والأرقام شيء الحقيقة يعني يخلدهم بجد ده نصر الصلاة الحقيقي عايز تتكلم على أحمد صلاح ولا أقول لك لأن عايز أتكلم أنا أبل ما تقول يعني طوله أحمد صلاح هو من عائلة بتاعة كرة الطايرة هشام صلاح أخو أول واحد ده كبير وفيه محمد وفيه أحمد ما أحمد صغرهم على ما أعتقد يعني بس أحمد من أول ما طلع منزلش يعني عمل كده السن لم يصبح عائقا مخرجش غير بعد 2014 لمتغيرات كثيرة حدثت في نشاط رياضي وقتها في لعبة في الكرة الطايرة رح طلاع الجيش رح طلاع الجيش وبعد سن خد البطولات طلاع الجيش هو وبعدين حاب يرجع في الآخر رجع لأن هم يعني يعني عبد الله سلام وأحمد صلاح زي ما أنت قلت كده اتنين خارج السرب فيه أرقام هم وفيه شوف 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 يعني من السنة اللي فاتت اللي قابليها أنا ما كنتش مرتاح محليا في استخدام لعبة اللعب السلام ولا أحمد صلاح لأن كان التركيز بيظلموا بيلعبوا المطشقات المهمة وغير المطشقات المهمة تقريبا ما بيسيبوش الملعب يعني السنة اللي مش اللي فاتت اللي قابليها بنلعب قدام اللي تحاسي كان داري والمطش مرتاح ليه ألعبهم لتنين وتاني يوم حيلعب الفاينل مع الزمالك ليه يلعبوا كل الأشواط إنما هو بقى لما راح مع رغم تقدمه في العمر استخدم في اللحظات المناسبة فجيه في الجيم الحاسم انزل بصلاح انزل خلص هي فحتى رضي هيكل رضي هيكل يعتبر واحد من أهم لعيب الكرة الطائرة وهو يعني رمانة ميزان الكرة الطائرة في نادي الزمالك وأبرز لعيب الكرة الطائرة واحد من أبرز وهو يتحدث عليه يتحدث باحترام شديد وقال لك ساعة ما بنعوز وينزل بنعرف ان احنا هنخلص بيعمل كل ما هو مطلوب شوف القفزة وشوف منظرها وشوف التركيز وشوف ضرب منين من أعلى نقطة يعني نشكرك يا أحمد وأنا معك في قرارك لأن هي لحظة جميلة لحظة استرداد لقم مهم وتتوي به بس يعني لو روحنا دارة الأولمبية ما تستنى شوية كده فكر بريس حلو طيب هو أحمد عبد النعيم صلاح من موليد القاهرة في 19 أغسطس 84 حب الكرة الطائرة من عومة أزافرو بيلعب برقم أربعة يلعب بإيده الشمال بيمتاز بتزددات صاروخية زي مكان رياض شرار الله رحمه التزددات التي لا تصد ولا ترد الصحق المحق أيوة ده كده عدل شريف عدل شريف طوله 197 سنتيمتر وبيلعب في مركز الجناح المهاجم أرقامه بقى اللي أنا بقول لكم عليها لاعب يجيب 50 بطولة بيعد الأسطورة الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الكرة الطائرة على مستوى العالم ومن ثم على ألعاب الصلاة عموما هل ألعاب الصلاة عموما؟ آه داخل مصر حقق مش 50 لا عدد ألقابه 60 لقاب في مسيرته الاحترافية البداية كانت مع النادي الأهلي في موسم 2000-2001 لعب العدد من الأندية زي دينامو يانطر الروسي وهالك يانك أنقرة التركي وجلاتة سراية التركي والهلال السعودي وجزيرة الإماراتي والبشرية اللبناني وطلاع الجيش المصري وبدأ وعاد وانتهى في النادي الأهلي صاحب 39 سنة حقق في مسيرته الاحترافية 45 لقب مع الأندية و15 بطولة مع منتخب مصر ليكتمل عدد الألقاب اللي ساهم فيها أحمد صلاح وفي كل واحدة فيهم لإسهام كبير يعني 60 بطولة ساهم فيها أحمد صلاح هل أحد فيه حد قاعد لهذا العمر في منتخب مصر 39 سنة للكرة الطيرة عايزين نشوف الرقم صاحبك بقى طريق الأدور يقول لنا بالنسبة للعالم من أكتر من 39 سنة كامل مع الأهلي ساهم في 35 لقب فاز مع الأهلي ب35 لقب الدور 11 مرة كاس مصر 11 مرة السوبر مرة البطولة الأفريقية مع الأهلي 7 مرات والبطولة العربية مع الأهلي 5 مرات انتقل لطلاع الجيش فانتقلت معه الألقاب فاز مع طلاع الجيش بخمس ألقاب الدوري مرتين وكاس مصر مرتين والبطولة الأفريقية مرة وفاز مع الهلال السعودي بالبطولة العربية وفاز مع البشرية اللبناني ببطولة الدوري اللبناني وفاز مع الجزيرة الإماراتي بكاس الإمارات يعني هو لاعب بيأخذ البطولة معها الألقاب فيه قبضته ييدوا لنتوا شايفين هدية فيها الألقاب باستمرار يعني أسطورة بلا فصال في منتخب مصر ساهم أحمد صلاح وهو لما تقول أحمد صلاح يعني زي ما المواند سعاد اللي بيقولك هو وجوده مش لعب فوق البيعة وجوده لعب مؤثر يعني في كل لقب من دول هتلاقيه واحد من الأكثر تأثيرا في إحراز اللقب مع منتخب مصر ساهم نصر الصلاة ده في الفوز بخمستاشر لقب للمنتخب سبعة في البطولة الأفريقية يعني أنتم متخيلين يا جماعة منتخب مصر ياخد تمن أو تسع بطولات للأمم الأفريقية أحمد صلاح معها سبعة تلاتة في البطولة العربية اتنين دورة لألعاب الأفريقية اتنين لألعاب العربية واحدة في دورة ألعاب البحر المتوسط أرقامه الشخصية بقى في عشرين وواحد وعشرين الاتحاد الدولي للكرة الطيرة حط محمد أحمد صلاح ضمن قيمة أفضل مئة لاعب على مستوى العالم في تاريخ اللعبة في حد من أفريقيا تاني غيره لا وأكد على دوره كبير جدا في إثراء اللعبة ومنافساته خد جايزة أحسن لعب للروح الرياضية خد هدف كاس العالم للكرة الطيرة في عشرين خمستاشر خد أفضل لعب في بطولة أفريقيا للكرة الطيرة ألفين وخمسة وألفين وتسعة وألفين وحداشر خد البطولة الأفريقية للكرة الطيرة خد فيها أفضل ضارب إرسال في ألفين وسبعة وألفين وحداشر وفي بطولة التصفيات القرية الأولمبية خد أفضل لعب في ألفين وتمانية في التصفيات القرية الأولمبية خد أفضل ضارب في ألفين وتمانية أفضل لعب في الأندية الأفريقية ألفين وتسعة وألفين وعشرة وخد أفضل لعب عربي في ألفين وستة وألفين وحداشر وأفضل خادم في ألفين وخمسة وألفين وعشرة وأفضل ضارب إرسال في ألفين وستة بقول لكم ما سابش حاجة أحمد صلاة على مستوى العالم على المستوى العربي على المستوى الأفريقي على المستوى المصري ما سابش حاجة ما أخدهاش عشان كده ده فعلا نصر الصلاة وهو بيعلن اعتزاله اللعب لازم نقوله شكرا على مسيرة يفخر بها أي ريال أنه أما نقول ما خدهاش وكان أنا نتحدث أنه ما خدش البطولة بس البطولة هي للفريق اللي هو بسهل ولكن لما يطلع ما فيش سنة ما خدش فيه لقب الأفضل فردي بشكل فردي هنا القيمة بقى الجماعية والفردية بتاعته مع عمره المديد ربنا ديله الصحة ويكمل مع الأهلي سنة أحمد شوية ويا رب يقدر يلعب باريس لو تأهلنا الحقيقة ده إنجاز كبير جدا يستحق عليه نصر الصلاة كل التحية شكرا أحمد صلاح على مسيرة دولية كبيرة جدا ولكن تبقى الأقواص مفتوحة بينه وبين النادي الأهلي لمزيد من البطولات إن شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ما تخافش على الأهلي ما تخافش على الأهلي بزماتكو تخاف على الأهلي الزائي وهو في كل لعبة له الإسهام الكبير ده تخاف على الأهل إزاي وهو في تنس الطاولة يحقى لمصر أعلى الإنجازات ويجيب لهم بطولة أفريقيا ويأهلهم كمان للأولمبيات ويطلع الكابتن معتز عشور رئيس الاتحاد يشكر ويشيد ويثمن هذا الدور الكبير للعب ولعبات وأبطال الأهلي ولا في الكرة الطايرة بهذا الإنجاز الكبير أيضا في الفوز بالبطولة الأفريقية الحياة في كل الألعاب ورغم أن ده سؤال السنكال ولكن أحاولك تخاف على الأهلي إزاي تخاف على الأهلي إبدا تخاف على الأهلي من الحاقدين الحاسدين المدلسين لأنه بينصق للأسف أحيانا فئة صغيرة قد كده في بعض الأمور فتبص تلاقي في اللحظة التي ينتظر فيها المسؤول الشكر أو اللاعب التقدير يلقى أن نقض على حاجة يعني مثلا لا يمكن أن يتحاول المركات وانتقالات اللاعبين إلى هدف أستاذ إبراهيم الهدف إيه في قطاعات البطولة تدعم البطولات مش تدعم التدعم ده وسيلة تدعم باللي يجيب لك بطولات ما أنا ممكن أعملك إسهامات جبارة ومتكسبش بطولات ما هو كريسيانو راح النصر كان نتاج النصر السن اللي قابليه أفضل ابتدى يفوق دلوقتي لكن عايزة أقول إيه ما هوش ده الشرط مش ده الشكل اللي على بياض إنما أجيب لعيبة أعمل السكواد إنما هي ووسيلة من ضمن حاجات تانية تساهم في إطمئنانك على قدرتك على المنافسة وحظة البطولة وحتى يكون الإطمئنان كافياً وكاملاً على الأهلي ومسيرته أوضاعه العامة معاً على الهاتف الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي الأهلي مساء الخير يا دكتور تحياتي وتحيات المهندس عدلي مساء الخير يا أستاذ إبراهيم مساء الخير المهندس عدلي على مشاهدين كل الكرام طيب استلم أنت المهندس عدلي عشان أنا مش قادر عليه بصراحة أنتوا أستاذ التسويق مع بعض طبعاً أنتوا يا دكتور سعد الحقيقة النادي الأهلي كان خلية عمل ونحل في كوافة الاتجاهات يعني أننا النهاردة لحد إغلاق باب القيد كان النادي الأهلي مجهولاً يصابق الزمن عشان يقدر فخري يروح فاركو محمد فخري محمد فخري اللحظات الأخيرة وعلشان رقفة خليل يروح زد فخري راح بيع نهاي ولكن مع حق الاسترداد وحنقول لكم التفاصيل بعدين بينما رقفة خليل حجز المركز الأخير في الإعارات راح زد إعارات سنتين مع حق الاسترداد برضو وحنقول لكم التفاصيل ولكن هكذا الحل عندنا ولكن أنت عندك برضو خليت النحلة بتاعتك كبيرة المنحة اللي بتاعك عمل إيه؟ خليني طبعاً في البداية يعني محرولي أن أنا أتقدم بالطابق العزاء في ضحايا الزجزال الأليم وأيضاً إعتار الأليم في كل من المملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة في الحقيقة وأيضاً أتقدم بالطابق العزاء في أيضاً ضحايا هذا الإعثار الأليم من أبناء الدولة المصرية في الحقيقة وعلى الرغم من أن الحدث الإنساني ده قليم جداً على قلوبنا كلنا إلا أن احنا برضو في وسط هذه المحنة أتقدم بشكر الجزيل للدولة المصرية وأيضاً للقوات المسلحة المصرية في الحقيقة اللي نهضت بسرعة كثيرة جداً وقدمت كل يد المساعدة والمسندة للأشقاء في الدولتين العربياتين الشقيقتين المملكة المغربية ودولة ليبيا يمكن زي ما حضرتك كابتن عدي تفضلت مشكوراً نادي الأهلي طول عمره خليف نحل يمكن أنا هعرف مجموعة من الحاجات توضح ضخطامة العمل داخل مؤسسة كبيرة وعريقة مثل مؤسسة النادي الأهلي وده ما بيجيش من فراغ أن النادي الأهلي هو أكبر المؤسسات الأفريقية في صناعة الرياضة النهاردة والكل بيعجب بهذه المؤسسة بقوتها أعجب يعني في عنوين سريعة كده هروح بيها بسرعة النهاردة الحمد بالله احنا كنا متواجدين مع باس النبي الأهلي في المملكة العربية السعودية ولينا أن احنا نعرف باس كرة القدم المتواجدة في المملكة العربية السعودية في أفراد من مجلس الإدارة متواجدين حالياً مع الباس أبو مجرد ما هيردعوا يوم 16 هيتفروا على طول مباشرة بعضهم كرئيس للبعثة زي الدكتور محمد شاوي رئيس لبعثة النادي الأهلي المتفرة لفصولة كأس العالم لكرة السلة في سنغفورة يوم 19 عندنا أيضاً يوم 27 عندنا كمان البعثة المتفرة للكنجو فريق النادي الأهلي لكرة اليد وفريق النادي الأهلي أيضاً لكرة اليد السيدات ورجال متفرين لدولة الخنفور للمشاركة في البطولة الأفريقية لكرة اليد السيدات ورجال بعدها مباشرةً عندنا بعثة متفرة يوم 29 إلى دولة قطر الشفيقة للمشاركة في بطولة العربية 35 لكرة السلة عندنا بعد كده في البحرين أيضاً بعثة بيأخذها أيضاً أعضو مجلس الإدارة الإستور مهند مجدي عندنا بعثة أخرى متفرة يوم 14 إلى مملكة البحرين الشفيقة أيضاً بيترقص البعثة الشبيد الفاضل الأستاذ محمد الدمار أنا بس بقول بعثة الكنغو مين الرئيس ولا لسه؟ بعثة الكنغو النتيجة للسفر المستمر اللي يتسابق بقى مجلس الإدارة الموقرين المهندس كالد العوضي مدير النشاط الرياضي هيبقى متواجد كرئيس للبحر أنا بس بدي إحنا عندنا لحد إن شاء الله شهر مارس بخلاف كرة القدم عندنا عشرين بعثة رسمية مشاركة في بطولات عالمية وقرية ودولية وإقلمية أنا بس بدي حجم عادة البعثات اللي احنا موجودين بنشتغل عليها طبعاً موجودين في البعثات الرياضية وده يبين حجم مؤسسة النادي الأهلي عجم مؤسسة النادي الأهلي على المستوى القاري على المستوى العالمي على المستوى الحقيقة العرب ده بالنسبة دي أشتغل رياضي طبعاً لسه بخلاف كرة القدم إن إحنا عندنا بعثات كرة القدم برضو عندنا في حسود اثناشر بعثة هستافر في كرة القدم سواء كان في مباريات الدوري الأفريقي في السوبرريك سواء كان في البطولة الأفريقية موجودين إن شاء الله والمطش بالنسبة لمطش سان جورج الأسيوبي اللي هيبقى يوم 24 و29 ده إحنا الحمد لله يعني بناء على طلب سان جورج إن يسلعب المباراتين في القاهرة وده بيعكس في الحقيقة أيضاً الثقة في قدرات النادي الأهلي التنظيمية وأيضاً المناخ المتميز داخل الدولة المطرية وبيعكس كمان علاقة النادي الأهلي بكل الأندية الأشقاء داخل القارة الأفريقية وعلاقات التعاون مع كل الأندية الأفريقية والعربية ده بالنسبة على جانب الشق الرياضي عندنا أيضاً على جانب الشق الآخر وهو استقبال الأعضاء الجدد وخليني من خلال برنامج حضرتك كابتن عادلي وإستاذ إبراهيل إن احنا نرحب بيه الأعضاء الجدد اللي انضموا لأثرة النادي الأهلي الكبيرة في كل فروع النادي الأهلي سواء كان في أحدث الفروع وهو فرع القاهرة الجديدة وأيضاً فرع الشيخ زايد وأيضاً المقر الرئيسي في كل من الجزيرة ومدينة ناصر بنرحب بيهم بين أعضاءنا أو أعضاء الجمعية العمومية المؤقرة اللي احنا بنفتخر بيها وما زلنا مستمرين وده يمكن خليني برضو أنتهز القرطة وأدعو سادة الراغبين في الانضمام إلى هذه الأسرة العريقة أسرة النادي الأهلي الكبير أنه هم يترعوا في الانحاء إجراءات العضوية اللي هم حصلوا عليه استمرات سواء كانت استمرات ورقية من كل المقرات أو استمرات عبر الموقع الإلكتروني أخدوها أيضاً قدامهم الفرصة لنهاية هذا الشهر لسرعة فداد واستكمال إجراءات العضوية حتى يتسنى لهم أنه هم يتمسعوا بالسعر القديم لفرق تقريباً بينه وبين فارج 114 ألف أجنين وده أعتقد مبلغ يجب أن الزملاء الأفاضل للراغبين وحصل على استمرات أنه هم يسرعوا ويتوضعوا إلى إدارة الاشتراكات لأنه نحن لسه مستمرين في العمل حتى يتسعى مساءً وده كان قرار من مجلس تداريسنا المؤقر برئاسة كابتن محمود أنه نحن ملتزمين مع كل الناس الذين سحبوا الاستمرات نسيجاً للزحام الشديد الذي كان موجود وأنه لهم أي حد حصل على الاستمرار وثدت قيمة الاستمرار سواء كانت داخل المقرات أو أنه نحن ملتزمين مع الحد نهاية هذا الشهر بسداد وفقاً للأسعار القديمة هذا بالنسبة للجانب ومن خلال برنامجكم أنا بنشدهم أنهم سرعة يتوقفون ده بالنسبة للي ساحبوا الاستمرارات قبل واحد وتلاتين تمانية لكن اللي بعد كده بقى ده بالأسعار الجديدة حتى نهاية يوم واحد وتلاتين تمانية أي حد حامل الاستمارة هتعتبر أنه حجز أنه حجز مكانه وثقى للأسعار القديمة لحد يوم تلاتين تسعة يقدر يتشارك ويسدد ويتوجه إلى المقرات بتاعتنا نحن بنشتغل لحد ساعة تلتاعة الجزء الثاني أيضاً ودي كانت المرحلة الأولى ويمكن نحن أكثر من مرة من خلال برنامجنا الموقر كنا حارفين أن نحن ناشد كل السابق الراقبين في الانضمام لعيلة النادي الأهلي وأسرة الأهلي الكبيرة أنه عندنا قسمنا موضوع قبول العضويات إلى ثلاث مراحل رئيس حد يوم تلاتين ثمانية دي كانت المرحلة الأولى وقلنا يا جماعة أن من يوم واحد تسعة سوف يتم تنظيف الأسعار الجديدة اللي أقرتها الجمعية العمومية الموقرة واعتمدها مجلس الإدارة واعتمدت كمان من الجهة الإدارية وعشان إحنا داخلين على المرحلة الثالثة لكن خليني في المرحلة الثانية دي اللي بتبدأ من يوم واحد تسعة هذه المرحلة فيها حاجتين مهمين جدا أنا حابب أوصحهم برضو للسادة المشاهدين بهذا البرنامج العريق إن إحنا بنقول لهم لو سمحتوا خلي بالكم أن المرحلة الثانية هي فرصتها برضو يعني محدودة شوية لأن مجلس الإدارة المؤقتر قرر قبول فقط في هذه المرحلة ألفين عضوية لحد يوم واحد واحد عشرين اربعة وعشرين لأنها يتم دراس بزيادة الأسعار مرة أخرى نتيجة الارتفاع تكاليف التجريل زي ما إحنا عارفين فهيتم الدراسة في واحد واحد إعادة النظر في أسعار العضويات مرة أخرى فده فرصة لقيها حاجتين مهمين إن الأعداد المطروحة في المرحلة الثانية قليلة هما ألفين عضوية فقط في كل فروع نادي الأهلي كمان إن إحنا هندرس مرة أخرى الأسعار اللي إحنا هنطبقها في الفضرة الحالية طب النادي الأهلي كيف يعمل إيه في المرحلة الثانية في الحقيقة أيضا مجلس قدرسنا المؤقر برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي أنا يعني بنتهز الفرص أيضا من خلال البرنامج أتمنى له الشفاء إن شاء الله والعودة بصحة جيدة إن شاء الله من بحلته العلاجية ساخل تولة فرنسا إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة طمنا وطمنا الجمهورة يا دكتورة على التفاصيل للرحلة العلاجية وأخبار الكابتن الخطيب الحمد لله كان عندنا الكابتن كان عنده فقوطات كاملة يوم الاثنين كان عنده استكمال أيضا للفقوطات دي والتحاليل اللي بتتعامل أيضا يوم الأربع إن شاء الله عنده معات يوم الجمعة إن شاء الله مع الطبيب لاستعراض نتائج التحليلات اللي تظهر وتحديد خطة العلاج إن شاء الله في الفترة اللي جاية إن شاء الله لكن هي زي ما أنا دايما بقول وبشفق على كابتن محمود في الحقيقة إن كابتن محمود بيقوم بمجهود غير عادي وأعتقد يمكن حتى الفعاليات اللي أنا بذكرها دي كابتن محمود معانا لحظة بلحظة دقيقة بدقيقة في كل التفاصيل متابع كل التجهزات اللي بتتم لكل البعثات اللي احنا بنتكلم عن دها متابحة جدا بشكل جدير جدا وبدقة شديدة يعني عنده دقة غير عادية أعباء كتير على الحالة الصحية كان عايز كان عايز لمباراة السوبر هل معاده مع الدكتور بكرة في باريس يمنع السفر في الحقيقة هو بيحاول أنه يعني يرسب أموره ويسوف لكن طبعا نتمنى أنه ياخد دال منصحته ونتمنى أنه يعني كفاية مجهود اللي تم في الفترة اللي فاتت دي مجهود كبير ومجهود عنيد جدا 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 نتمنى إن شاء الله أنه يرجع لنا بصحة ويكمل قياس التاريخية اللي يمكن احنا كلنا بالأمس الحريط بنحتفل في حضور وفي حضور مجلس سبارة موفر في الحقيقة بنحتفل بموسم استثنائي في تاريخ النادي الأهلي النهاردة الانجهزات اللي احنا بنحققها دي بتخط قدامنا تحتيات أيضا جديدة بنبقى احنا طبعا حريصين من احنا ربنا يكرمنا ونقابل هذه التحديات سواء زي ما الكابتن عادلي كان بيتكلم دلوقتي مش بس إنك انت تجيب بعيبة تجهزهم تجيب أجهزة فنية الاصطناعة بقت لها مجموعة من العمليات الضخمة جدا جدا سواء كانت داخل أرض الملعب أو خارج أرض الملعب حتى النهاردة تنجز أحد أهم التحديات اللي بتواجه المؤسسات الرياضية في كل دول العالم وبالطبع منها النادي الأهلي كواحد من أكبر المؤسسات العالمية إن النهاردة أنت التحديات المالية اللي بتقابل الأندية عشان تقدر تنجز المتطلبات المالية اللي بتواجه كل هذا العجم من الإنفاق ده عتقد كمان بيحتاج مجهود غير عاجل فإن شاء الله ربنا وفقنا في الفترة اللي جاية ونقدر نكمل مستف النادي الأهلي اللي بتنال احترام وتقدير الجميع خلوني مرة تانية أرجع برضو أأكد على موضوع العضوية عشان طبعا يمكن أنا شايف إن في ما زال حجم الأطبال الكتير عندنا إحنا محتاجين برضو نضم الراغبين في الانضمام إن احنا عملنا مجموعة من التيسيرات عشان برضو النادي الأهلي دائما الحريص إن كل رغبات محبية في كل مكان اللي ينضم لهذه الأطبال يبقى فيه تيسيرات مهمة للتدار أعضحنا عملا أن أنظمة تداد جديدة تقدر تعالج الزيادات اللي احنا أخرفها الجمعية العمومية واعتمدتها الجهة الإدارية يعني على سبيل المثال عاملين واحد من النظم التداد إنك تقدر تسدد الفرصة اللي تلتحق فيها بأسرة النادي الأهلي وعملنا كمان مدينا المدد الزمانية بتاعة فترات السادات ده طبعا برضو مدنا فإحنا هنعمل على الموقع الإلكتروني الرسمي النظم الجديدة للانضمام ده بعد زيادة الأسعار طبعا بعد زيادة الأسعار طبعا عشان يبقوا الناس برضو تقدر تتحمل زيادة ماشي افترضوا ده احنا رعيناه بشكل كويس جدا وما يبقاش فيه فروق كبيرة في المقدمات اللي كانت بتتفع في قبل 31 8 وبعد 31 8 ده عفتقد هننزله على الموقع الإلكتروني عشان الناس تقدر تشوف الموضوع ده وتقدر برضو تبع عندها قدرة على الاشتراك في النادي ده ايضا موضوع بالنسبة لنا مهم يمكن انتوا بتقولوا خليت نحل النادي الاهلي خليت نحل في قياد هذا المجلس اللي بيترقص الكابت المحمود احنا ايضا بنستعد على قدم وطاق لمجموعة تلسلة من الاشتاح مشروعات جديدة في الشيخ زي تحديدا عندنا شهر 10 وشهر 11 تلسلة من المشروعات اللي هنستفحها في هذه المرحلة الفوابة الجديدة في تطوير لجزء من تور الشيخ زايد لان الشيخ زايد هو اكبر الفروع اللي على مساح 129 فدان كمان بيبقى في هذه تلسلة من المشروعات ان شاء الله اللي يتم استفحها لخدمة اعضاءنا في الشيخ زايد ايضا ملاعب كرة الخدم اللي اللي موجودين الجداد ان شاء الله نبدأ نستفحهم ونستقبلوا الاعضاء الجديد ان شاء الله في الفترة من شهر 10 وشهر 12 بالاضافة الى المسجد الرئيس ان شاء الله اللي اتبقى حاجة ان شاء الله يعني محل يعني فقدي وفقر الاعضاء في الشيخ زايد بالاضافة الى بعض المشروعات اللي احنا شغالين البوابة الجديدة هتلحق ضمن الحاجات دي ولا ان شاء الله ان شاء الله لان انا بعد عليها شكلها ابتدى ايبان وحلوة حاجة حاجة بتاكد هوية النادي الاهلي اللي احنا بنأسسها في كل الفروع يمكن احنا بدأنا بكثيرة ثم مدينة ناصر النهاردة كمان فرع القاهرة الجديدة واشتير زايد النهاردة ينضم الهوية الهوية الموحدة لطوابات ان دي الاهلي بدأ اعتقد احنا حارفين ان احنا نستكمله في الفترة القادمة ان شاء الله دي كانت يمكن ببعض الحاجات وكل الاتجاهات لو جيت في بصة حضرتك في كرة القدم الحمد لله ربنا وفقنا بكرة ان شاء الله في المباراة ويمكن جمان خليني برضو من خلالكم يا كابتن عادلي في الحقيقة عندنا جمهور يستحف الفقر انا كنت في تواصل مستمر مع البعثة ومع سادة المسؤولين من الاتحاد السعودي لكرة القدم في الحقيقة ابدو اعجاب شديد بجمهور النادي الاهلي وتقدير كبير لجمهور النادي الاهلي وحرص على ومجرد ما تم ترح تذكر المباراة لمطر سوبر الافريقي جمهور النادي الاهلي في الحقيقة كان مستنفس كل حصته في خلال ساعتين فالمسؤولين في المملكة العربية السعودية ومن هنا انا من خلال هذا البرنامج بوقيتهم شكرا على الرعاية الكريمة لبعث النادي الاهلي والاستقبال الحافل ايضا والتقدير الكبير لجمهور النادي الاهلي اللي هو محل فقنا واعتزازنا وفي المناسبة برضو احنا خاطبنا النهاردة المؤسسات الوطنية المصرية اللي احنا بنوجه لها شكرا على دعمها ومسندتها خلال الموسم الماضي وايضا 50 تلسلة من المباريات كانت محل اعجاب وتغطير في حضور جماهيري في بعض المباريات في كامل ساعة اللي استاد وده اعتقد بيأكد وبيعز اتخاطنا في مؤسساتنا الوطنية على رأسها ووزارة الداخلية المضرية احنا النهاردة بعتنا للاتحاد المصري لكرة القدم عشان نطلب ان ان شاء الله المبارتين القدمتين بتوع احنا كلنا ثقة من المؤسسات البوطنية المصرية سواء سؤال تقني وفني المطش التاني بقى لو جه السعة الكاملة هيبقى الدخل بتاعه لسان جورج المطش التاني لا المطش الاول المطش الاولاني هيبقى سان جورج يعني مطش من الاثنين هيبقى الدخل بتاعه سان جورج الحهود تجارية المتعلقة بالمباراة ملك فريق سان جورج ولكن احنا يعني نتعاونين معاهم في عملية تنظيم ما انا حاجة افهم منك بقى لان دي جديدة ولذيذة يعني حاجة فهمة منك شو هي قول لي يا كابتن اسمح لي يا جيلك يعني اعطلق ربع ساعة كده انت بتشرفني يا كابتن عدلي ده انت الاستاذ ربنا خليه دكتور سعد بمناسبة الحضور الجماهيري والملف ده مع مستهل الدوري الجديد ايه جديد النادي كان طالب اتحاد الكرة انه يخاطب الجهات الامنية المسؤولة في الساعة الكاملة في الملاعب مع الدوري الجديد هل فيه جديد؟ يعني في الحقيقة احنا يمكن بعتنا يمكن كان في كلمة الكابتن محمود ايضا في الحفل النادي الاهلي تكريم كل الفرق الرياضية اللي فازت في هذا الموسم كان الكابتن محمود ايضا حريص على ان يوجه كلمة للاتحاد كرة القدم المصري والكسف المؤسسات الوطنية المصرية بضرورة يعني ان يبقى هذا الموسم هو البداية الجديدة لعودة الجماهير في الملاعب المصرية لان مصر هي الثولة الرائدة في تنظيم صناعة الرياضة داخل القرى الافريقية في المنطقة العربية واعتقد انتك يعني الكابتن عادلي وحضرتك سبراهيم كنت تتكلموا دلوقتي في بعض الحاجات المتعلقة بالدور السعودي واكيد الحضور الجماهيري اللي موجود في كرة القدم المصرية سوف يولد دفعة مش بس فنية ايضا ولكن ايضا دفعة القضية لان حضرتك عارف ان الجمهور لو اصبح موجود داخل الافتادات الرياضية معناها انه بيشتري شيرت الفريق معناها انه بيشتري كفية الفريق معناها انه بيشتري وجبة وهو رايح المباراة معناها انه في نشاط اقتصادي كان يتم داخل هذه الصناعة الضخمة اللي بيشتغل عليها مجموعة من المؤسسات الاخرى ليس فقط المؤسسات الرياضية فاحنا حارسين في النادي الاهلي وبعدين حارسين في النادي الاهلي لان احنا عندنا تجربة في الحقيقة تستحق التقدير مش بس النادي الاهلي هو اللي كان يشتري فيها ولكن اللي كان شريك الرئيسي في هذه التجربة التي تستحق التقدير والبخر ايضا زي ما ذكرت قبل كده وزارة الداخلية المصرية مشكورة مع مجموعة من المؤسسات الوطنية على ربطها شركة السادات شركة تذكارتي الشركة الافريقية ايضا استطعنا ان احنا نعمل مجموعة من المباريات بحضور جماهيري كامل وكانت هناك احتفالية كبرى داخل الاسداد القاهرة ويمكن ده كان له اثر كبير في النادي الاهلي ربنا يوصقه وانه يمثل مصر داخل الكرى الافريقية ويفوز بالبطولة الافريقية رقم شداشر اعتقد ان الجمهور بتاع النادي الاهلي العظيم اللي احنا بنفتخر بلعب دور رئيسي في الفوز بهذه البطولة محتاجين مش النادي الاهلي ويمكن النادي الاهلي برضو ده يعني البعض ما بياخدش باله ساعات من الدور الوطني للنادي الاهلي والدور المسكول للنادي الاهلي احنا لما خاطبنا اتحاد القرى المؤثر كنا حارسين ان الجمهور يبقى لكل الفرق الرياضية بالساعة الكاملة وايضا ان الجمهور كله لكل الفرق اللي مشاركة في الدور المنتج وده اعتقد هيبقى له انعكاس الجابة ايضا على منتخباتنا الوطنية اللي احنا في النادي الاهلي والجميع يجب ان يتذكر كلمة كث المحمود الخطيب عندما كان النادي الاهلي في بطولة كأس العالم ولم يكن متواجد معه بعيده الاساسيين كانوا مشاركين مع المنتج الوطني في سطولة الامم الافريقية اكد الكابتن محمود الخطيب على ان مصر فوق الجميع ولها الاولوية المطلقة هذا هو النادي الاهلي وهذا هو مسكول النادي الاهلي وهذا هو الدور الوطني المؤسس النادي الاهلي اللي احنا حرسين عليه وبنستخر ان احنا نقوم به ويمكن في كل خضباتنا لاننا بنقاط بالسادة المسجين بنقول لهم ان النادي الاهلي بيغذي المنتخب خمسين في المية من لعيب المنتخبات الوطنية هم ابناء النادي الاهلي ونحن بخورين بذلك وحرسين على ان نستمر في هذا الدعم والمسندة للمنتخبات الوطنية المصرية في كل الرياضات وانتهد ايضا الفرصة لواهنك منتخب المصري لكرة التائرة نحوزه بالبطولة الافريقية شكرا شكرا ساعدتك على هذه الإضاحات المهمة جدا واللي طمن جماهير وأعضاء النادي الاهلي شكرا 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 جزيلا للدكتور سعد شلب المدير التنفيذ للنادي اعتقد كلام رائع بالنسبة لمنشئات كل حاجة لا هي جولة بتبين حجم العمل داخل النادي الاهلي لكن انا هتوقف امام جملة لها عشان اقولك يعني النادي الاهلي لا يوجد يا أستاذ ابراهيم نجاح بدون عمل جماعي واول محد يقولك انا عملت قل له انزل انت مفيش حاجة اسمها انا في النادي الاهلي تحديدا ثقافة العمل هو العمل الجماعي الكل بيدوف في بوطقة المصلحة العامة والكل يعمل والنجاح للجميع والفشل ايضا ينال الجميع اللي يقولك انا عملت ولذلك انا بستغرب احيانا ما يقولك ايه ناس تشيد بفلان او تهاجمه هو اللي اتنين بالنسبة لي غلط لانه لم يفعل شيئا بمفردي ولم يخفق لسبب يخصه اذا كان هناك اخفاق لكن احيانا لا تتم الامور كما تتردد على وسائل الاعلام لان فيه كواليس هما مش عارفينها انت احيانا تبقى سايب الامور بتتقال في اتجاه وانت عارف ان الاتجاه ده مش موجود فلما ما يحصلش ما تقوليش ده اخفاق لانك بتغطي على ان التحرك في اتجاه اخر مفيش حاجة اسمها عمل انا عملت في النادي الاهلي طيب الدكتور سعد لما ذكر قال لك ايه هنا اريد ان اتقدم بالشكر لبعض الجهات الرسمية والمؤسسات ذات الصلة بصناعة كرة القدم سواء من وزارة الداخلية او تذكرتي او استادات او اي حد له علاقة بالعمل او المتحدة يعني كل دول مع النادي الاهلي هو عمل جماعي لان هما نجحوا مع النادي الاهلي النادي الاهلي ينجح ويساعد طيب النادي الاهلي نجح بيهم لان هما بيدعم ويسند بيقوموا بأدوارهم في الحاجات المطلوبة منهم على اكمل وجه هذا التكامل استاذ ابراهيم هو اللي بيعمل النجاح اوع تتصوروا ان التنافس والتناحر ينجح ولزي كان في البداية قلت ايه الازمات الكوارث توحد والاطماع والمصالح تفرر اول ما تبتدي عايز تعلى وتقول انا ساعة النجاح اعرف ان دي لحظة الهبوط لان اللي مش مؤمن بقيمة العمل الجماعي على رأي مستر جوسيه جو بلاي جولف العب جولف العب بولف العب تينيس لكن احنا وي ار فاميلي هير شوف شابه العمل الجماعي بايه وهو بيقول لأحمد فاتح وي ار فاميلي هير تيم وارك تيم وارك تيم وارك هو ده كلمة السحر كان الكابتن صالح مجلس الادارة نقشه زمنتو عايزين كل واحد يقول رأيه افرضه الاغلبية تفرض رأيها ولو رأي الاغلبية ضد رأي الكابتن صالح يؤخذ برأي الاغلبية ولكن كل ناس كانت مش موافقة على رأي الاغلبية تطلع تدافع الرأي الاغلبية وكأن القرار بالاجماع هو ده النادي الاهلي لما فيه شخص ما كان حريصا على انه تمالي عايز يبرس رأيه المعارض كان يصوت المجلس على كل مرة تقدم بذا الاختراح ويرفض لانه هتكسر حاجة من ثقافة النادي الاهلي ولذلك هو الاهلي فوق الجميع ده هو طلع اشعار بس ده ترجم واقع هو مش حاجة مبتقرة احنا احنا عشناها بس فصرناها عارف انت بتعمل ايه بتعمل ايه ده الاهلي فوق الجميع يا جماعة فانت وصفت اهودية العنوان بتاع ثقافة العمل داخل النادي الاهلي فارجو ان يفطن الجميع واول برضو جماعينا تفهم تفهم كتير وبتعيش معنا ومعظم مفاهم دي ان احنا لما نتلاحم مع النادي الاهلي ونتلاحم مع بعض محدش يقول قلتلكم لان احيانا يا استاذ ابراهيم يأخذنا رغبة الانتصار للرأي ان احنا نكره بعض ان احنا ما ننتصرش للصح لانه واول ما حصل اخفاق مش قلتلكم لأ انسى قلتلكم دي تمنى النجاح لأولئك الذين تبنوا رأيا نجحوا فيه حتى لو لم يكن رأي وسندوا معلش طولت فيها لانها مهمة ده كلام للجمهور مهم جدا وعلى ذكر الجمهور مش جمهور والله لكل العملين سأخذلك حاجة طريفة ولا مستعج كم فرقة مسافرة من هنا المارس كنا نناقش بالامس في اجتماع شركة الكورة طريفة اقترح علينا واحد من السادة المتابعين المحبين للنادي الاهلي شراء طائرة خاصة للنادي الاهلي الفكرة قال ما اتطرحت طائرة تعالوا نحسيبها قعدنا نحسيبها احنا بتسفر كم مرة بنقجر كم مرة طب لو عندي طيارة منعندي شركة خدمات وعندي شركة سياحة ومعندي شفريات خارج مصر ممكن تشتغل سياحة داخلية بالذات وتركز على الاعضاء والرحلات وتفتح لنا افاق جديدة طيب الاندي الاخرى الرغبة للصفر اذا توفرت هذه الطائرة بكرو عنده الخبرة في المشاوير الافريقية والبتاع ده وحبت ندهلها ولا لا الفكرة صعبة من ناحية الفنية لكن من ناحية المالية ممكن تمشي جدا 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 فيعني اتمنى دخلت المجال انا اتمنى دخلت مجال التفكير انا مصدق مش انا بقى اللي حعملها لكن هناك الذين سيدرسونا العمل الجماعي بقى وانا ما نسبتش الفكرة مش بتاعتي على فكرة بس انا صدقتها وغيري مصدقها يعني غيري مهمين جدا معانا في القعدة في الشركة في الاول في الاول استغربنا وبعدين ابتدينا الله ده فعلا ليه لا وبدأ كل واحد يعدد مزايا ان يبقى عندك الطيارة من اعضاء مجلس الادارة والناس في الدائرة العمل بتاعتنا العمل الجماعي مهم واعتقد ان لو فكرنا فيها كنادي ممكن ناس تانية تخرب وافكار افضل وتروح لطرازات من الطائرات ممكن اعمالين اتكلم احنا مسعى طايرة قد كده ممكن حد يكبر ممكن حد يصغر لكن انا عايز اقول ايه دايما الحلم المستحيل هو اللي بيخلق الرياضة دا من هنا من المدينة الطائف بالمملكة العباس والسؤالية والسعادات لمباراة السوبر تشوف جمهور النادي الاعلي هيقول لنا ايه وانطمحوا معان موجود النادي الاعلي هنا في مدينة الطائف يعني كلمونا النهاردة شعوركم والنادي الاعلي موجود النهاردة باذن الله نكسب اتحاد العاصمة فريق كبير بس احنا اكبر و weiteren احنا ابطالinci باذن الله ان شاء الله Ada واحد شعوركم النادي بوسطاتك هنا في الطائف ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي 3-0 ان شاء الله واناخذ الصوبر ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. سوبر اهلاوي. السوبر اهلاوي ان شاء الله. ان شاء الله في الطائب. السوبر اهلاوي ان شاء الله. يحزين ايه بقى للمباراة بكرة? وفي عدم كبير راحة المباراة؟ يحن كنا نتمنى الاستاد يكون اكبر من كده. لكن برضو في جالية كبير وفي راحنا كلها مع الاهلي وقلوبنا مع الاهلي. جماهير كتيرة. وان شاء الله كل التوفيق للاهلي ودول اولادي اهلاوي والاهلي عشقينة والاهلي حبنا مزي الطفولة وهو فرحتنا بنشكر الكابتن محمود الخطيب والمجلس الادارة كله الادارة المحترمة اللي بتشتغل ما بتتكلمش بس الادارة المحترمة اللي بتركز في الشغل بتركز في النجاح بتبعد عن كل المهاطرات نشكر السيد الكابتن كبير محمود الخطيب ونتمنى له السلامة وكل مجلس الادارة واللعيبة المحترمة اللعيبة الصوبر ان شاء الله هتجيب الصوبر ده اكبر دعاية لكل المصرية القناة الى الاهلي. شكرا فينا اكون نمكن موجود في الطايف هنا. ان شاء الله ان شاء الله. يرفع رأسنا بكنا يكسب. كبير مشجع الكرأة المصرية محمود عاطف. ويكفوا جهود النادي الاهلي في الطايف يمكن لكم ايه وانهاردة انت جايب ولادك والتحليس الهما بين كله موجودين النهاردة. طبعا الاهلي فخر المصر وللسعودية وللعرب كلهم. طبعا اكبر فريد في افريقيا. فبالتالي فخر على العرب كلهم. بالتالي الأهل بيمثل لنا أحلى حاجة في الدنيا يعني رحنا منتظرين للأهل من زمان شعاركم وجود النادي الأهل هنا في الطائف والحالة اللي عاملها النادي الأهل هنا في مينة الطائف إن شاء الله الفوز للأهل وإن شاء الله ما يفضح نازعين وانتخب المصري أهم حاجة الأهل يفرحنا بك الأهل مشرفنا في أي مكان بيروح أسنع إن شاء الله الأهل مشرف كبير لأي بطولة البطولة اللي بتتبهها أن الأهل بيجي لعبها في أي مكان في العرب كله ان شاها الله بطولة أهلاوية بإذن الله تضافك للألوية الأهلى معلم على ماهله يا ر標 Zoo ان شايفك عامل دعاية قهيمة هو والأهلي س حالة جميلة جدا ربنا يكرم الاهلي يا رب ويفوز بالسوبر إن شاء الله إن شاء الله ثلاثة إن شاء الله كسبرين ثلاثة بإذن الله نشكر ضغط الفندو صراحة إنها سايبانة ومش أي مشاكل إن شاء الله تعرف الأهل ده إحنا بنعشقه إحنا جاين من آخر الدنيا عشان نتبرج على الأهل الأهل ده إحنا بنحبه بنموت فيه إن شاء الله بإذن الرحمة إن شاء الله إن شاء الله الصبر بتاعنا إن شاء الله الأهل العظيم الصبر في الجزيرة إن شاء الله بإذن الله أفشي يجيب هذا فيهن كمان بإذن الله 3-0 بإذن الله 3-0 بإذن الله 3-0 بإذن الله شعوركم وجود النادي الأهل هنا في مدينة الطائف وشايفين جمهور النادي الأهل في كل مكان الحمد والله الأهل ده أعظم فريف القول وغيره ما فيش إن شاء الله هنكسب والصبر بتاعنا والصبر إن شاء الله أهلاوي إن شاء الله طلاتة واحد للأهل يعني المعارضة كنتوا حالسين أنكم تكونوا موجودين وتشوفوا العابة النادي الأهل يعني كلمنا عن وجود النادي الأهل في الطائف وشايفين المباراة زي ان شاء الله؟ ان شاء الله شايفين المباراة زي كل مرة الاهلي دايما بيشرفنا ودايما رافع رأسنا في اي مكان وفي اي دولة عربية بتستقبلنا احسن استقبال وبصراحة شايفين الاستقبال جميل جدا من الدولة العربية السعودية نتمنى دايما ان احنا دايما بنفضل اخوات وده ان شاء الله الفوز اهلاوي وان شاء الله الاهلي عير في عرسنا بكرة بازن الله والكاس اهلاوي بازن الله ان شاء الله كنت أحزنكم أنكم موجودين ونتيجوا هنا وراء النادي الأهلي وليجي أهم أنه الأول من طايف والأول من بره طايف لا أنا من مصر بس أعيش في ممدينة الطايف وفرحانة جدا أن الأهلي هنا وإن شاء الله يرفع رأسنا وإشان يوم جمهورنا وحرمنا ويروح على البنة شكرا زي ما إحنا شايفين ده دايما جمهور نادي الأهلي فيما يروح نسل الأهلي دايما جمهوره وراء وجمهوره ده حماي ما تخافش على الأهلي ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي في ظاهره جمهور زي كده على فكرة في ظاهره ده التعبير اللي استخدمه مارسو الكولر في المؤتمر الصحف قال لك أنا سعيد أن نحن في ظاهرنا الجمهور ده ده كلام مهم جدا بيفتح معانا القضية في الغربال سوبر بإذن الله ليلة السوبر فيها ترتيبات خاصة جدا بداية موسم الأهلي بيأمل أنه يكون إن شاء الله تعالى موسم صوبر لأنه إذا كان الموسم اللي فات موسم استثنائي حقى فيه الأهلي خمس بطولات وحقى موظم أرقاب وبطولات الألعاب الأخرى وإن كنت أتحفظ على فكرة الاستثنائي لأنه خلينا نكون يعني أكثر تفاؤلاً أنه يكون هو ده الطبيعي تكون هي ده القاعدة يكون هو ده العادي أنه يكون الأهلي في كل الألعاب على منصات التتويج وليس كوضع استثنائي لكن في ليلة السوبر في مستهل موسم الكل بينشد أن يكون فيه الحصاد الكبير إن شاء الله تعالى البداية ودفى الخير إن المبدأ أن تكون في مدينة الطائفة السعودية الأهلي والتحاد العاصمة بطل للكونفدرالية على لقب كأس السوبر والتسعى يا أهلي خدوا باركوا كله بطولة بين الأهل وغيره المسافات بتزيد وبتتسع اللي عنده 8 ألقاب في كأس السوبر الأفريقية أقرب ملاحقيه الزمالك الشقيق عنده أربعة يعني خدها فيه كل البطولات أنت من فوق الضعف وأنت طالع على طول فإن أنت تنتظر التسعى في السوبر خايف ولا الآن؟ جداً جداً هقول لك ليه؟ دايماً أنت لما تيجي تفكر فماتش مهم بتفكر هو أنت عندك إيه؟ والمنافس عنده إيه؟ طب أنت مشاكلك فين؟ والمنافس مشاكله فين؟ شوف أنت أنا فين؟ دي دي بتتقال في باب التفاخر بعدين وده غلط لكن أنا أنت فين وأنا فين دي أنا ما بحبهاش أنا بحب إن أنا مليش دعو بيك أنا لازم أشوف أنا فين؟ وعيني على اللي حوالي علشان أظل موخي بالي لكن لما تيجي تطبق كل الأفكار دي وأنا بفكر في ماتش السوبر هلقيني محتار لأنا ما خافش أستاذ إبراهيم إلا من بطولة الماتش الواحد بطولة الماتش الواحد دي يعني تركيز من اتنين مدربين بمجميع من الألعاب يساندهم بعض العناصر من خلقهم ومن ضمن المساندة أن يكون التوفيق حليفك فيما تخطط إذا خانك التوفيق وحدث وبيحدث بتضيع منك بطولات مليش ممكن كنت تخلنا تضيع منك النمر اتنين طب هو أنا في لحظة يمكن تقييم أي حاجة فيها أستاذ إبراهيم يعني أنا دائما لا أعول في تقييمي على التاريخ يعني ما قلتش أصل أنا لا أنا عايز أقول إيه طب أنا في اللحظة دي شكل عامل إزاي أنا في اللحظة دي شكل عامل إزاي أنا ما لعبش ولا ماتش رسمي أنا لعبت مباراتين وديتين أنا عندي ناس سابتني والناس دخلت علي سابني حمد فتحي النهاردة سابني محمد فخري سابني رقفة خليل وغير لعبة تانية طلعت وسبني محمد شريف وشد حسين طي وأضيف إليه صلاح محسن أضيف إليه إمام عشور سابني القندوسي أضيف إليه مودست ورد سليم ورجع من الإعارة كريم ندفد وصلاح محسن وصعدنا معتز محمد محمد معتز وعننا على بعض النشئيه لكن كل دول ما تشافوش فيه معترك يخليني أحكم على أولا مدى إحنا جايبينهم لمدى نجاحهم خارجنا مدى نجاحهم معنا مدى حرصهم على الاندماج مدى اندماجهم مدى توفيق من يلعب منهم هيحلفوا ألا لا مدى يعني أنت بتحط المدرب المدير الفاني بيحط تخيل وبنان عليه بيحط التشكيل سيناريو محتمل وبيطلب طلبات طب القطع اللي جات له دي ماشي مع تخيله على أرض الواقع ولا دا كان تخيل بعيد لا يعني لم يتحقق طب محتاجين وقت كل دا ما تقدرش تقول انه يتحقق في المدش الجاي ومن ثم انت معتمد على التاريخ اللي أنا ما بيعبوش معتمد على وضعك على خبراتك على كفاءة القدامة نعتبر ان احنا يعني لو لو افترضنا جدلا ان القدامة بتوعنا ها اللي باقيين هو اللي هتعتمل عليهم قادرين ولا مش قادرين حالتهم ايه وصلين لإيه اه اتمنى ان التوفيق يكون حليف النادي الاهلي لان المباراة بتتعمل ازاي بقى يعني انا لما اجي الاعب فريق اقوى مني هفكر ازاي اتحفظ دفاعيا اديق المسافات ما ابتديش اجاريه في اسلوبه افرض عليه اسلوبي انقدرت وبعدين اعتمت بقى يا اما هجمة مرتدة واختط يا اما ألجأ لضربات الترجيح واسب على الله والاتنين دول هم حيبقوا عداء النادي الاهلي في المباراة القادم يجب ان نتجنب الحاجتين دول ان احنا نفاجأ او نبغت وعلى فكرة المبغتة ممكن انت واحد يشوت كرة ماتش الخمسة بتحسن دون زي اصاز براهيم في جولين مستحيل يجو بالطريقة دي في السوكة هنا وفيش عارف هنا من مسافات بعيدة مش معمول حسابه فانت اذا جاتت كرة من لقدر لم الكور دي وغش لقيت انا اه بخايف وانا يعني المنظر يرعبني اكتر حجم التوقع والتفاؤل القوي جدا لمبنى على التاريخ اللي عند الجماير ان شاء الله ما يكونش مبنى على التاريخ فقط مبنى على واقع كمان في هذه الدرجة العالية في المباراة دي الواقع قد يتصل اليه بس انا بتكلم النهار ده وانا عندي غموض في موقف وفاق السيف ما نعرفش عاجة عنهم ما لسه ما لعبوش ما عرفناش نتابعهم اه حجم التدعمات اللي عندهم اتحاد العاصمة عمل خمس تدعمات يا جماعة اتحاد العاصمة اسف ضم الحارس كمال سوفي ده من مولدية وهران وبيا شيراني ده ظهير ايصر من نادي افيو ونور الاسلام فتوحي من جمعية اولمبي الشلف والمالي سيكو كوباتي وعمر مبارك دول كانوا من مولدية الابيض ده الخمس تدعمات اللي دعم اتحاد العاصمة بهم صفوفه لكن انتو شايفين درجة الجهزية ودرجة الاستعداد في فريق النادي الاهلي هنشوف تأرير صوت عن الاهلي وحكاية لقب جديد كيف يبحث الاهلي عن اللقب التاسع في كأس السوبر عشان يفتتح به موسم بيكون بإز الله تعالى موسم السوبر يليق بالنادي الاهلي وبطموحات جماهيره وايضا يحقق نتيجة هذا العمل الكبير اللي انتو شايفين جانب منه من الجهاز الفني ومن اللعيبة ومن الإدارة ومن الجماهير هنطلع نشوف هذا التقرير الاهلي ولقب جديد بحثا عن صهرة كروية رائعة وبروح التاسع يا اهلي تتجه انظار عشاق النادي الاهلي في التاسعة مساء الجمعة صوب ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف السعودية لمتابعة مباراة كأس السوبر الافريقي بين المارد الاحمر ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري الاهلي يخوض السوبر الافريقي للمرة الحادية عشرة في تاريخه وفي جعبته ثمانية القاب بفارق الضعف عن اقرب ملاحقي الزمالك صاحب الاربعة القاب بينما يخوض اتحاد العاصمة الجزائري المباراة للمرة الاولى في تاريخه بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية الافريقية للمرة الاولى في تاريخه ايضا ويسجل اتحاد العاصمة الحضور الثالثة للاندية الجزائرية في المصابقة القارية مقابل سبع عشرة مشاركة سابقة للاندية المصرية اخرها النسخة الحالية واستعد المارد الاحمر جيدا لخوض مباراة كأس السوبر الافريقي بحثا عن اللقب التاسع في تاريخه بمعسكر اعداد قوي في النمسا تخل له مباراة ودية امام احدى الفرق السلوفينية قبل خوض مباراة تجربية ختامية امام طلائع الجيش صافر بعدها الى الطائف استعدادا للمباراة ورغم اهمية المباراة لب لاعب النادي الاهلي نداءات اوطانهم للمشاركات الدولية وفقا لفترة التوقف الدولية في وقت صعب قبل المباراة الهامة الا ان نادي الوطنية لم يبخل بلاعبي وتركهم لمنتخبات بلادهم حيث انضم محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم لمنتخب مصر في مباراته امام اثيوبيا في تصفيات كأس الامم الافريقية قبل التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب وعوداتهم للاهلي مرة اخرى ورحل اليو ديانج للمشاركة مع منتخب مالي وعلي معلول مع منتخب تونس واخيرا بيرسيتاو الذي كان متواجدا مع منتخب جنوب افريقيا بالاضافة الى رباعي المنتخب الاليمبي وبعيدا عن الاستعدادات الفنية نجح الاهلي في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة في المركات الصيفي بالتعاقد مع امام عشور والمغربي رضا سليم واخيرا الفرنسي انتوني موديست بالاضافة الى استعادة خدمات الثنائي الشاب صلاح محسن وكريم نيدفيد ليكون الخماسي اضافة قوية للعناصر الموجودة في قائمة الاحمر في ظل المنافسات المتنوعة التي تنتظر الفريق في الموسم الحالي ويبحث مارسيل كولر المدرب السويسري عن معادلة انجاز البرتغالي مانويل جوزي والجنوب الافريقي بيتسو موسماني في الجمع بين دور ابطال افريقيا والسوبر الافريقي في موسمهم الاول مع النادي الاهلي تاريخية يتفوق النادي الاهلي على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري حيث سبق ان تقابل الفريقان من قبل في دور ابطال افريقيا موسم 2005 نجح المارد الاحمر في الفوز في قلب الجزائر بهدف دون رد سجله الزئبقي محمد بركات ومن المفارقات العجيبة التي تمنح الاهلي افضلية قبل لقاء الجمعة ان الفريق لم يخسر بطولة السوبر طوال مشاركاته بها عندما يتوج بلقب دور ابطال افريقيا ويعول النادي الاهلي كثيرا على اللاعب رقم واحد وهي جماهيره المتواجدة في السعودية والتي تساند الفريق منذ وصوله الى المطار وحرصت على شراء التذاكر منذ طرحها للاستمتاع بنجومها ابطال القارة السمراء بينما يدخل اتحاد العاصمة اللقاء بروح التحدي بحثا عن التتويج بلقبه القاري الثاني في تاريخه مع اعتراف الجهاز الفني ومسؤوليه بصعوبة المهمة خاصة وانها امام المتمرس صاحب البطولات والتاريخ العريق النادي الاهلي هذا عن التاريخ يا أستاذ إبراهيم المشرف الذي نرجو أن نحافظ عليه ونأمل أن نحافظ طبعاً هنحاول مؤكد كل التعامل ده عشان تحافظ عليه وتضيف لكن التوفيق نتمنى التوفيق مستر كولر صحب معاه 23 لعب يمكن اللي قعدوا هنا ما بين عدم الجهازية وما بين الإصابات كان آخرهم يمكن اللي ما سافرش كريم ندفد جالوا شد في الأمامية في التمرينة الأخيرة قبل السفر فملحقش يسافر عشان الوقت تضيق جداً لكن كمان اللي موجودين مع البعثة كلهم في أعلى درجة جهازية النهاردة كان في محاولة لحسم موضوع أنطوني مودست المهاجم الفرنسي لكن الاتحاد الأفريقي تمسك بأنه عدم جواز التبديل وأنه خلاص مودست موجود في قائمة الأهلي الأفريقية لكن يشارك ابتداء من دور المجموعات في حال تجاوز الأهلي إن شاء الله تعالى مباراة سان جورج اللي هيتلعبه في القاهرة الاتنين في دور الاتنين وثلاثين إنما بقية العناصر الكل في أعلى درجة التركيز يمكن حتى مستر مارسل كولر زي ما أنتم شايفين في المؤتمر الصحفي أبدى سعادة كبيرة بالتدعمات اللي تمت للفريق وعبر عن ارتياحه لما تم وأيضا تحدث بتقدير عن الجمهور وعن الفريق المنافس بإحترام شديد نشوف مستر مارسل كولر في المؤتمر الصحفي لعقيد صباح اليوم في مدينة الطعف السعودية أنت ترجمة نانسي قد يمكننا هذا القيام بمجرد. نحن نحن أن الكثير من جميع الفاني التي في عامك في سادي عربية يمكننا الهدف أن يكون لدينا جميع البعض بمجرد. نعرف أن نعرف أن نعرف جدا. نحن نعرف جيدة ملتحقا. فضلك نعرف أن نقيقاته ملتحقا. ويجب أن نعرف أن نعرف سيكون، أن نعرف سيكون سيضع. فقط أقوله وفهمهم يجب أن يكون جميع أعلى ويمكن أن نملك الفول يجب أن نملك فولد такون نسادي وردهم كل دقائق كالبدا أعتقد أبيل كالبدا نحن سعيدا عندما نصل وستطيع أن نعطاء الملك الهوء في المتروف السعودية وطولا سعيدا نحن سعيدا نحن سعيدا لدينا دعاء المحب اللي بيشتغلوا بيعملوا في السعودية والدهم التاني. فاحنا سعداء جدا بان احنا دينا ضهر قوي جدا في السعودية جمهور كبير في السعودية. زي ما كابتن قال احنا كمان اه مهتمين جدا ان احنا نسعدهم وان هما رباحوا بكرا فرحانين ان شاء الله. لكن احنا عابلين برضو المباراة صعبة وان احنا قدامنا في قوي. احنا عملنا احنا بداية موسم. عملنا فقط في اعداد كويسة. لكن يبقى انها مباراة زي ما كابتن لتأث beliefs Hate 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 Hateye%. احنا كدامي احنا كدامي احنا نحن كدامي احنا كدامي احنا نقصد قبيلها كدامي احنا كدامي قطع usa دينا سinku كدامي. ا х Bilقان ذات انatured الليك تبغى ل northwestما brief في قيمة تأهمية ان تقومي بداية الدايبات في كل Dialpass يحانش على ريما ان کو حصلية و Kingston وحعل SAarat! orang انا قدت لكمUD革命 احنا كدامي extension وكتبار وهمتنا بشكل مدخل الاجتماعي وحيدا لنها المتحرك منتج الاجتماعي. لدي او شخص لايك بدون جديد من ما في العامل وحيدا يجب أن نتعب جديد أغطاء أخرى وحيدا لأجب أن نتعب أجل من جديد وحيدا لنها وحيدا لنها أجل من قبل أن نتعب أتهم أجل ويجب أن نتعب أجل الاجتماعي اللي احنا عملناها بالفريق. آآ الحمد لله احنا عملنا آآ صفاقات كويسة مواسبة لنا. آآ القايمة تبقى قايمة كبيرة وعندنا لعبات كبيرة ولعبات على مستوى عالي. كل القايمة موجودة دلوقتي عندنا قايمة كويسة. فبالتالي انا سعيد بفريق جدا. عارف ان احنا عندنا ممشات صعبة الفترة الجاية. لكن احنا عندنا قايمة قدرة ان شاء الله انها تقدي الفترة الجاية. المهم بالنسبة لي للعبات الجديدة تخش بالطريق بسرعة. تندمج بسرعة. تدخل. تاخد افكاري بسرعة. وكد انها تخش فريت من فرقة. آآ لكن ان شاء الله احنا متفايلين جدا بالقايمة اللي معنا. وان شاء الله نحقق بها كل اللي احنا عايزين. تقريبا تقريبا تقريبا. كراجل مسؤول تقريبا. يعني حس باللي احنا حسين بيه. سعيد بفترة يعني اخذنا بالاسباب. يا كاد يقول كده. سعيد بفترة الدعم. وتمت زي ما انا عايز. سعيد بمودست. ولكن يبقى الانسجام. يبقى التوفيق. عملنا معسكر كويس. سعيد جدا بالمؤذرة الجماهيرية. كل دي شواهد بتخليه يعني يشتغل. وزي قولت ايه. عملنا كل اللي نقدر عليه وطلباتنا. ولكن يبقى ان الانسجام والتوفيق. وقال برضو فكرة البطولة اللي من مبارا واحدة. وان اتحاد العاصمة فريق صعب وقوي. دايما كرة جزائرية كرة محترمة جدا. فريق قوي جدا زادت قوته. انه دعم صفوفه مش بس بخمس صفقات. باثناشر صفقة. اتحاد العاصمة دعم صفوفه باثناشر صفقة. تابوتا مش تقوله مع مالي. فواضح جدا انه اهتم جدا بتكسيف قوته. عبدالحق بن شيخة حتى لما تكلم في البداية كمدير فني. تكلم على انه هو بيحترم الاهل جدا. بس قال بعدها كلام مهم جدا. قال لك احترام الكبير للنادي الاهلي. بيخليني في حالة من عدم او من عدم الخوف من اي شيء. انا متحرر من اي ضغوط. ولعبتي ما عندهاش حاجة تخاف عليها. بتلعب فريق بطل القرى. بتلعب فريق على البطلات. وده بيخليني في اريحية شديدة. وبيخلينا متجردين من اي ضغوط. وعشان كده ده منافس قوي وصعب. والضغوط على الاهلي الحقيقة. الضغوط على الاهلي. السمات الشخصية بتاعة الكرة الجزائرية كلها فيها قدر عالي جدا من الحمية والتركيز الشديد واللعب الداشنج. والثقافة الشمال الافريقي والجزائري بالتحديد. كلكم عارفينها. لكن كمان المباراة انه يدعم صفوفه باثناشر لاعب. لا عايزي دافع عن هبته وعن قيمته. عشان كده تزيد صعوبة هذه المباراة اللي قدرها مارس الكولار. الصعوبة انك بتلعب فريق تاني خالص. اه. يعني انت عادت تدرس فريق. شفتوا السنة اللي فاتت. اه. السنة دي انت ما شفتهوش. اي. انت هتلعب فريق تاني خالص حالة من الغموض. وبدأ من الدعم جاي يبقى فيه تطور. يعني هتدعم بايه. هتدعم بالافضل. واتنين من مالي على رأيك. ودائما المواهب في مالي. اه. مواهب قوية. اياك با يقدر يقول لنا اي حاجة عمك ديانج. طيب. اه بالضبط. المباراة هتشهد وقع هي الاولى في تاريخ الكرة الافريقية في مثل هذه المباراة ان تكون في غرفة الفار حكمة. ايه حكمة من موريشيس. اه. ماريا ريفيت. هتكون على الفيديو. وبيعاونها المغربي عادل زوراق. الصفارة في الملعب ليلجابوني بييرجس لان انشو. وهيعاونه السنائي بوريس ديتسوجو والكاميروني كارين اه فومو. ده طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة الصعبة. والصعبة ده مش من وجهة نظرنا. ده من وجهة نظر مارسل كولر. وكمان الكابتن محمد الشناوي نشوفه. السلام عليكم. طبعا انا اول. اه كي طبعا احنا وامنا لسه دي ده موسمين. احنا فترة بكلها بنستعد عشان دي الماتش ده. من نسبة لنا في طولة وماتش سور افريكي. اه طبعا احنا فترة بقدت بنستعد بشكل بقى ان فترة كبيرة عملنا مع اسكر عشان فترة الماتش. واللعابة كلها بأعزة بالنسبة انها ماتش كبير. طبعا من فرقة حضر العظيمة طبعا لها بكل الاحترام. اه النهاردة الماتش الوكرة طبعا اكيد ماتش صعبة جدا انه ماتش واحد. اه ماتش الدولة واكيد همها مستعدين من شكل كويس. طبعا احنا اللعابة كلها مستعدة بشكل كويس جدا. والفترة اللعابة كلها مستعدة بشكل كويس جدا. واحنا سعادة اللي احنا طبعا طبعا في اللعابة التانية السعادية طبعا. احنا موظفين هنا اول مرة نلعب في السعادية سور الافريكي. عشان كده اللعابة كلها مستعدة. ان شاء الله نرفع الكاز بكرة اللي نتوفيقه ان شاء الله. اه فيه طبعا ندل اهلنا الكبير كده من الحمد الله يعني يبقى جمهوره جمهوره في كل مكان في كل الفلال العربية. طبعا في الملاكة السعادية طبعا يكون نور المصري موجود في شغل كبير. ان شاء الله يكون موجود بكرة. واحنا ان شاء الله اللعابة تقدر تسعى للجمهور وترجع فرحانه. ان شاء الله نرجعه بطولة. بس اما حادة وان اللعابة كلها مستعدة. انه ماتش بكرة. ماتش صعب. ماتش صعب. ماتش في الكويسة وفي المحترماء. ان شاء الله يقوم احنا توفيق بكرة. ان شاء الله وان فرح جمهور ان شاء الله. انا قلت الأول اه طبعا يعني احنا سعادة احنا موجودين في البلدة سعادية للربعة من النقدة السعادية. وزي ما قلت احنا يعني عندنا جمهور كبير في السعادية واحنا اما حادة بكرة احنا مسألين شكل كويس اه في الفترة اللى فاتت يفتفضل الاعداد. اه مرد يعني عملنا بطل بشكل كويس. آآ مرسنا بس المباراة اللي جاية احنا اهم حاجة عندنا من قلعات والجوم ده واحدة من قلعات. اهم اهم ووراء المباراة الجاية. ومباراة ببطولة مش مباراة في الدورة ولا مباراة اي حاجة مباراة ببطولة. عشان كده اللي عيبة كلها مركزة وعارفة قيمة البطولة. ندري اهلها على طول من يعني متعود على طول ان احنا ناخد البطولة الجاي بطولة مفرشها لازم يكون رقم واحد وده وليها مستعدة وعارفة الكلام ده كويس. وحطاها في الحزبان يعني من شاء الله اما حاجة ان رجع الجمهور اللي جاية جوكرة فرخان ورقاني الكازم ان شاء الله. آآ طريقة التحدث اللي اتكلم بيها كابتن محمد شناوي بتعكس اهمية دور الخبرة. هو وانا احبا مسمحة يعني اما اسمحة من ميستر كولر. يبقى فاهم ان هو مدرك صعوبة المباراة وحيشتغل على اساس كده. وربما يحاول انقلها لفرقته. لكن ابقى مرتاح شوية لما اسمحها من كابت الفريق. لان دي بتعكس الحوار اللي بيدور بينه وبين زميله. هم مدركين صعوبة المباراة. وانا بطولة من مباراة واحدة بكل ما تحمله من جوانب احتمال المفاجآت يعني او مش هسمع مفاجآت. كل النتائج واردة ومحتاملة. وان المنافس قوي يجب احترامه تماما. ويعني اه عايز جماهيرنا تتعمل مع الامر كده. مفيش حاجة اسمها. اي مهمة اكتر ان احنا نفهم ان الامور ليست سهلة دائما من المؤكد ان هي ليست سهلة ابدا النهاردة نضم للبعثة بيرستاو جي من جنوب افريقيا بعد ما شارك مع منتخب جنوب افريقيا مباراته امام الكنغو ووصل النهاردة واتمرم في تبليل وكان سابق وعالم على اللول اللي كان شارك في جزء كبير من مبارات منتخب تونس مع مصر في القاهرة والاحق بالبعثة وصل صبيحة اليوم التالي للمباراة علشان تكون القوة الاهلوية مكتملة على فكرة الاهل يا جماعة لعب مع اتحاد العاصمة ده مباراتين قبل كده او في لقائين في 2005 كان في دور 16 الاهل لعب مع اتحاد العاصمة في دور 16 هناك في ملعب عمر حمادي الاهل كسب 1-0 هدف محمد بركات جنوب القاهرة اتعدلوا 2-2 كان ابو تريكا وعماد النحاس لو تفتكروا ده كان دور 16 في بطولة 2005 في المباراتين الذهاب والعودة بين الاهل والتحاد العاصمة قلتلكوا هي ديت يمكن كانت فقط المباراتين اللي تقابل فيهم الاهل مع التحاد العاصمة لكنه يبقى فريق كبير فريق صاحب تتويج مستحق في الكونفدرالية في دور الربع النهائي اقصى فريق الجيش الملكي المغربي اللي كان فيه ردة سليم يعني ردة سليم لعب ضد الجيش الملكي او مع الجيش الملكي ضد اتحاد العاصمة فقط للدور المغربي اه يعني فهو اقصى الجيش الملكي من الدور الاربع المباراة في استاد الملك فهد في مدينة الطائف في السعودية البعثة برئاسة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي والنهاردة عدد من اعضاء مجلس دارة النادي لحقوا بالبعثة راحوا ادوا مناسك العمرة ثم انتقلوا الى البعثة في الطائف زي ما انتم شايفين كل الاجواء فيها ده قبل التمرينة الاخيرة قبل ما يتوجهوا اليوم الى التمرين المراني الاخير استعدادا لهذه المباراة والحقيقة يمكن العدد الكبير من اللعيبة الجاهزة اشعر مارس الكولور بشيم من السعادة للتدعمات اللي تمت واستكمال نواقص الفريق لكن في نفس الوقت التأكيد على صعوبة المباراة وقوة المنافس واهمية الحذر كلها تلوى تعبيرات موجودة على الوشوش كلها طيب ده دلقاطات ما قبل التمرين ماذا حدث في المران وبعد المران معنا من الطائف الزميل محمد توفي موفد قناة الاهلي الى السعودية مساء الخير محمد تحياتي وتحيات المهندس عدلي ويريد تحطينا في الصورة كاملة بعد انتهاء المران تحضت يا محمد بماذا ستصرح في حدود المسموح تحياتي لحضراتك مش محمد سعادلي وستاذ إبراهيم كل مشاهدة قناة النادي قابل كل مكان بالفعل يعني أجواء أكثر من رأحة هنا في مدينة الطاب في المملكة العربية السعودية صنعها بالفعل النادي الأهلي ممكن كل الجمهور هنا المصري سعيد جدا من كل محافظات المملكة موجودين علشان يسندوا جمهور النادي الأهلي وكمان الجانب السعودي والأشقاء السعوديين حالة من الفرحة كبيرة جدا بحلول النادي الأهلي ضيف عظيم ضيف كريم هنا في المملكة العربية السعودية منذ لحظات انتهت تدريب النادي الأهلي الأخير استعدادا لمباراة الغد أمام الانتحاد العاصمة الجزائري في كاسة سوبر إفريقيا 20-23 ممكن الفريق خلاص بكل الأمور الفنية أكثر من رائعة مثل مرسل كولر واللعبين استعدوا بشكل أكثر من رائع لهذه المباراة سواء بدراسة الفريق المنافس أو كمان بالجمل الفنية والخطوات الفنية التي اتخذت في الملعب على أرض الواقع وإن شاء الله بكرة يكون التوفيق معهم وكل مستر كولر حفظوا اللاعبين يكون موفق ويتنفس بكرة ويكون إن شاء الله سبب في فوز الفريق وحظ بطولة غالية جدا خاصة في بداية موسم جديد بإذن الله ويكون اللقب الإفريقيا أو الصوبة الإفريقيا المرة التسعة يمكن كمان الوزير العامل فاروق رئيس باسة النادي الأهلي موجود معنا على طول خطوة بخطوة كابتن مصطفى عبدو أحد أساطيري النادي الأهلي وكابتن مصري والنادي الأهلي من المفاجآت بكرة الجميلة في المباراة بشمواندس عادلي أو الصيد إبراهيم إن كابتن مصطفى عبدو وإن كابتن مصطفى عبدو وإن أحد لعب التحدي الجزائي القدامى الحاج عدلان هيحمله كأس البطولة في بداية المباراة وهيدخلوا بيها للملعب الملك فهد في مدينة الطائف وهيحيوا جماهير الفريقين اللي أعتقد نسبة جمهور النادي الأهلي هتعدل 95% بكرة بإذن الله رب العالمين كعادة جمهور النادي الأهلي في كل مكان أجواء أكثر من أعزمات حالك كابتن محسن صالح كمان شعبية تغيي هنا في المملكة العبدوية الصحيدية يعني رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كل الأجواء تشير بإذن الله أن احنا نشوف مباراة كبيرة بكرة بإذن الله رب العالمين ويا رب بإذن الله كل لنا نحتفل بكرة ببطولة غالية جدا وبداية موسم قوية جدا والبطولة التاسعة من الصبر الأفريق بإذن الله رب العالمين التمرين مشي تمام الحمد لله ما فيش إصابات ولا حاجة الحمد لله رب العالمين أستاذ إبراهيم بطمنك كل اللاعبين في حالة بدنية وفنية أكثر من رائعة كان طبعا مقرر أن احنا نخوض الفقرة التدريبية النهاردة أو التدريب الأخير على الملعب الرئيسي لمدينة الملك فهد الراضية ولكن طبعا نزل وجود بروفات لحفل بكرة إن شاء الله حفل المباراة النهائية أو المباراة كأس الصباح اللي في كمانبيل أهل والتحاد العاصمة تم تثبيت ملعب التدريب اللي اتضربنا عليه بالأمس الملعب أكثر من روع كمان ملعب التدريب فالجهاز الفني النهاردة فضل أن يخض الحسة على نفس ملعب التدريب كمان فريد التحاد العاصمة خاض التدريبه على ملعب آخر داخل المدينة الراضية للملك فهد في مدينة الطائف عاوز أقول لك حركة كمان إن شاء الله بكرة هيبقى فيه بعض العروض سواء الليزر أو الفاير شوب قبل بداية المباراة وكمان ما بين نشوطين لإمتاع الجماهير يعني عاوز أقول لك حركة كابش مهندس عادلة أو أستاذ إبراهيم إن فيه كرنفال هنا فيه مدينة الطائف احتفالاً واحتفاءاً بخدوم النادي الأهلي يمكن الناس كلها تحريصاً للمباراة يتم احتضانها في مدينة الطائف نظر لشعبيته جمالية النادي الأهلي وعظمته بالطائف وإن شاء الله ده يتجلب شكل كبير جداً في ملعب المباراة بكرة وإن شاء الله نحتفظ باللقب ونحتفل باللقب بلقبنا التاسع بإذن الله رب العالمين درجة حرارة الجو عامل إزاي يعني يا بشمهندس عدلي أو سيد إبراهيم يمكن دي كتت مفاجأة للبعثة كلها أن هذه النقطة إيجابية للغاية يمكن لدرجة الحرارة لا تتعدى 28 درجة مقوية بالليل كمان بتجوى بلطيف جداً من الكلام في 20 أو 21 درجة مقوية نسبة الرطوبة منخفضة للغاية وفي نسمة هوا جميلة يمكن مدينة الطائف اشتهرت على مدار التاريخ أنها مصيف لأهالين هنا في المملكة العباة السعودية نظر ارتفاحها تقريباً من 2700 إلى 3500 متر عن سطح البحر ده مخلي الجو رطيف جداً هنا في مدينة الطائف بكرة كمان يمكن الجو هيستمر في هذا الحال وبإذن الله يكون عامل مساعد كمان يمكن الجهاز الفن النهاردة مستر مرس الكولر وكابتن محمد شناء وعقب المؤتمر الصحفي يعني تفقدوا أرضية الملعب وتطمنوا على كل التجهيزات يعني احنا ممكن رجعنا وكمان الوزير عامل فاروق ورئيس البعث ورئيس مجلسة النادي الأهلي بيتفقد كل التجهيزات فيه الاستاد وبيطمئن على حالة الاستاد وطبعاً الجهاز الإيدان هنا بكتابة كابتن سامير عادلي وكل الجهاز وكابتن خليط بيبو كل حاجة معمول حسابها زي عادة النادي الأهلي دائماً كل حاجة معمول حسابها كل حاجة ماشية مزبوط وإن شاء الله تكتمل فرحاتنا بكرة والتتويج للنادي الأهلي بإذن الله بالعامين بشمارة ساعد لي أستاذ برايم الميليس المؤتمر الفني النهاردة الأهلي هيلعب بالفنيلة الحمرة والشرطة الأبيض والشراب الأحمر والاتحاد العاصمة هيلعب بالفنيلة البيضة والشرطة الأسود مش كده؟ بالفعل بالفعل نهاردة كان طبعاً المؤتمر والاجتماع الفني كان صباح اليوم تم الاتفاة فيه على كافة التفاصيل زي ما حذكرت حضراك إن شاء الله النادي الأهلي يحتفظ بزيه التقليدي والرسمي الاتحاد العاصمة هو اللي هيرتدز زي البديل للأبيض في الأسود في الأبيض ولكن النادي الأهلي إن شاء الله بكرة بزيه الرسمي كمان يمكن في كل الحاجات اتفع عليها وقت يعني وصول الفرقين للمباراة يمكن بالضبط ملعب المباراة أستاذ إبراهيم بيبعد عن فندق القامة 25 ديارة بالضبط ما بين فندق القامة وملعب المباراة طبعاً معمول الحساب كل حاجة عشان نوصل فيه الوقت المحدد اللي تم الاتفاق عليه طبعاً جمهور النادي الأهلي كان الشغل الشغل للبعثة هنا إن يكونوا مطمئنين على كل الحاجات المتعلقة بجمهور النادي الأهلي مش بس فقط البعثة والفريق الأول وكمان طبعاً المدعوين يمكننا عادت كبير جداً الاتحاد الأفريقي دعا وسائل 54 اتحاد أفريقي لمباراة الغد وطبعاً ممثل الاتحاد السعودي وعادت كبير جداً من الشخصيات الرياضية العربية وعلى رأسهم طبعاً رئيس الاتحاد الأفريقي موجود في المباراة احتفالية كبيرة جداً واستدادات هامة جداً هنا في مملكة الطائف العربية السعودية وبإذن الله كمان تكتمل بفوز وتتويج يعني بطل وملك أفريقيا النادي الأهلي وإن شاء الله لكم أن نحتفل بكرة مع حضراتكم وعلى كل جمهور النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين نظام البطولة أو المباراة في حال التعادل في الوقت الأصل فيه وقت إضافي وركلات ترجيع مش كده لا التسعين دقيقة يا أستاذ إبراهيم التسعين دقيقة يعني انتهاء التسعين دقيقة يبقى فيه رقالات ترجيح على طول يمكن راجعت على طول لاحة البطولة مع كابتن ساميري عادل المدير الأهلي قال لي لا على طول التسعين دقيقة ومن بعدهم ضربة الجزاء يمكن ده نقطة مهمة جداً إنه مرس الكولر طبعاً راجل شغال شغل الفني بشكل أكثر من رؤى ولكن طبعاً ما غفلش النقطة دي إنه احتماله ولوه بسيط إن المباراة تصل لرقالات الترجيح يمكن فريق تم تمرينهم بالأمس واليوم كل اللاعبين بما فيهم السلسة وحراس المرمى محمد الشناوي مصطفى الشبير مصطفى مخلوف تم تدريب كل الفريق وكل القايمة على رقالات الترجيح بالأمس واليوم وطبعاً دقط عشان طبعاً كعادة النادر الأهلي ما بيسيبش حاجة للظروف تبتعمل لعليك بتجتهد وبتسيب التوفير على ربنا وإن شاء الله التوفير يكون معنا بالفعل أستاذ إبراهيم باش مواند ساعدني رقم قياسي هنا في السعودية لم يحصل من قبل لأن تزاكر المباراة بالكامل نفتت خلال سبع دقائي يعني أنت مدخل لحضراتك الناس هنا يعني طبعاً عارفين شعبية النادي الأهلي وحاجة من النادي الأهلي لكن كانت حاجة حاملة انبهار للناس كلها هنا أن تزاكر مباراة ومباراة ناياة تنزل تخلص في سبع دقائي كان حاجة ما حصلتش قبل كده كانت طبعاً أسعار التزاكر الحمد لله في متناول الجميع كان قابلنا ناس من جمهور النادي الأهلي كتيرة هنا النهاردة جاي من الرياض جاي من جدة جاي من المدن كتيرة جداً حتى من الدمام حضرتك عارفين أنه هذه ألاف كيلومترات يعني ولكن كله كان حريص أنه يحتفل بالنادي الأهلي خاصة النادي الأهلي يمكن أن يقول له فترة كبيرة ما زالش للمملاكة العباء السعودية فإن شاء الله بكرة بجمهور النادي الأهلي يلعبته يبقى كرنفال وكلنا السعودية نفسها تحتفل حتى الأشقاء السعودين هنا ما بنتكلم معهم يقول له نحن عايزين بإذن الله بكرة النادي الأهلي يفوز عشان يكتمل فرحتنا ويكتمل الكرنفال اللي احنا عاملينه ويحتفقنا ده كله بالنادي الأهلي ووجوده في مدينة الطائف يعني ضيف عزيز جداً وغالي جداً على كل السعوديين وشعبات النادي الأهلي طغية ويمكن ده أستاذ إبراهيم باش مهندس عادلي بيخلي كمان الجمهور السعودي بيتكلم معنا في مشاركة النادي الأهلي كمان في كأس العالم للأندية اللي هتكون قريبة جداً مدينة الطائف في مدينة جدة بإذن الله رب العالمين بيتكلم معنا وبعض بقى يعني الضعبات ما بين الأشقاء إنه هم مستنين النادي الأهلي وبإذن الله هيكون فيه كمان جمهور من المصريين والسعوديين بإذن الله خلال كأس العالم الأندية بإذن الله بإذن الله محمد كل التوفيق إن شاء الله للأهلي وشكراً جزيلاً على مدخلتك الثرية شكراً جزيلاً للزميل محمد توفيق موفد قناة الأهلي إلى الطائف وأعتقد حطينا في الصورة كاملة بعد انتهاء المراني الأخير للأهلي في السعودية والاستعداد الكامل للمباراة كل يدعي بقى كل يدعي إن شاء الله تعالى كل التوفيق للأهلي نطلع على فاصل وبعض الفاصل كلام مهم أهلاً بحضرتكم من جديد الحقيقة الخوف على الأهلي يجي من إعلام الشلة أيها حلوة دي ويجي من سوق المزايدات الغريبة والعجيبة واللي متمسحة في الرداء الوطنية للأسف والكل بيغفل إنه لو فيه نادي بيحسن تمثيل بلده ويدعم منتخبات بلده في كل الألعاب لو فيه حد أكتر من النادي الأهلي في هذا الدور قلونا عليه إيه دكتور سعد شلب في المداخلة من بدري قالك ما فيه منتخب إلا وبيستفيد من الأهلي على الأقل بخمسين في المية من قوته على فكرة في بعض البطولات وبعض المنتخبات بتزيد عن كده كمان لكن حتى لما يكون فيه فريق واحد أو نادي واحد بيدعم كل منتخب بنص قوته ونص طاقته لا إحنا قدام نادي وطني بامتياز شينوا الأهلي كده من معدلة الرياضة المصرية بصوا على أي منتخب وطلوا على عيبة النادي الأهلي لو الأهلي مش موجود شوفوا حجمه قوته عاملة زي شوفوا النهاردة لما الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بيعلن قيمة الأندية الأعلى تصنيفا في العالم فيكون النادي الأهلي محتفظ للشهر التالت بتصنيفه الكام السادس السادس على مستوى العالم السادس في تصنيف الأندية الأكثر تحقيقا للأرقام والنجاحات والبطولات حسب النقاط اللي بتاخدها انت السادس بتعدي برشلونة وبتعدي أندية عالمية كبيرة عريقة كبيرة تسمع رأي هايف يقولك يعني هو معنى كده أن الأهلي أقوى من برشلونة لا الأهلي مش أقوى من برشلونة والأهلي ممكن يكون على المستوى الفني مش أقوى من العشرين واحد اللي تحت منه بس انتوا كده جاهلة انتوا جاهلة في هذا المعيار انتوا جاهلة في المعيار بتاعكم لأن المعيار التصنيف كل نادي في قرته وفي بلده وفي بطولته بياخد نقط انت ما بتصنفش في بطولة واحدة الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ما يصدرش إلا عن جاهلة يقولك هو انتوا بتقولوا الأهلي الثالث العالم يعني الأهلي الثالث أقوى فريق في العالم لا هو العالم كله مش بيلعب مع بعضه كل يوم العالم في بطولة العالم بتتعمل نظامها انها بتجمع أبطال القرات بيترتبوا وفقا لأداءهم ونتيجهم في هذه البطولة لكن مش كل يوم هتلعب العالم مع بعضه عشان الجاهل فيكم يعرف الأهلي الثالث العالم ولا سبع العالم انت لما بتقول أسبانيا بطل العالم بطل العالم من خلال بطولة كأس العالم اللي اتنظمت بين القرات والمنتخبات المتأهلة لهذه البطولة لما بتقول منتخب المغرب رابع العالم فهو رابع العالم من خلال آخر بطولة عملت لكأس العالم اللي بتشارك فيها الدول اللي وصلت لهذه النهائيات وفقا لنظام وتصفيات قرتها لكن كل ما يتعلق الأمر بالنادي الآلي لازم هتسمعه رأيه جاهل جدا وكلام كل الهدف بتاعه ان انت تبخس الآلي حقه وتضيع حقه للأسف مزايدات رخيصة جدا لكن حبينا نمسك كتير منها في قضية هذا الأسبوع ب بعض متل ثاني لا بقى تعالوا نتكلم تعالوا نتكلم لأن الأمر في الأسبوع ده القضية اللي أثيرت تخص وتهم الدور الوطني للنادي الأهلي مباشرة فجأة تحصل مزايدة باش مهندس هو الأهلي ولا المنتخب ويتم تصدير نغمة فاسدة هدفها الإقاع بالفتنة بين الأهلي وبني وطنه عشان يتقال لا الأهلي أقوى من اتحاد الكورة الأهلي أقوى من المنتخب الأهلي قبل المنتخب الناس دي بتخط الأهلي قبل المنتخب للأهلي عمره عمل كده ولا عمره هيعمل كده ولا دور الوطني ينتظر مزايدة من حد يعني إحنا أستأذنك في حاجة طب أنا مش عايز أخذها في سياق سطحي مرضود عليه من أي واحد في الشارع ملوش دعو بأي حاجة لأن دي مزايدة من ضمن المهابرة وعكس الحقائق اللي أصبحت منهج مفهوم ينقوم مش عارف هي نواقع الأهلي ماشي من 2008 وبتتصاعد وبتلم أنصار تجد صدى فيتوريا لما رجع ارجع كده للمؤتمر اللي عمله بعد ماتش أسيوبيا أو قبل ماتش أسيوبيا قال كلمة مهمة جدا أنا صاحب القرار وأنا اللي حشوف هعمل إيه ما قالش هعمل إيه أنا صاحب القرار حتى أنا ساعتها قلت لك والراجل واضح أنه واحتمال ما سيبش اللعيبة أنا صاحب القرار لما يطلع بقى طب ما تيجي للفيديوهات بس عشان أبقى بس سير على كلام الراجل خلينا نبدأ الأول عشان أقدر السند منتخب مصر منتخب مصر خسر من تونس في ملعبه في ملعبه أمام الجماهير التونسية لأنه اللي كانوا حضرين أصوات جماهير التونسية للأسف ودي قضية تانية محتاجة تتبحث العزوف عن حضور مباريات المنتخب وبينهم نجم نجوم العالم محمد صلاح اللي المفترض الناس تتلمي ورافوا كل حتة إيه اللي حصل وفقدنا هذا الشغف في هذا الاهتمام بهذا الحضور لدرجة أنه جماهير تونسية في القاهرة يبقى صوتها أعلى من حضور جماهير مصري محدود ودي القضية للنادي الآلي في المؤتمر لأخير لكابت الخطيب نادى بيها وحذر منها صناعة كرة القدم في مصرية محتاجة جمهورها الوضع مش سهل بعد الهزيمة مستر روي فيتوريا اتكلم وكلامه مهم أول حاجة طبعا يا جماعة المباراة كان التحدي قوي بالنسبة لنا وننا Gamay ونزران cool ويسر كلاما لم يتزال diret واتنسية ولكن الفريق بعد كده أدى بشكل رائع جدا رجعنا نرجع لأجواء المباراة كنا نقدر نتعادل من الشوت الأول ولكن كنا دائما مركزين وبنحاول أن نلحق في النتيجة رغم أن المدرب غير سلوب اللعب أثناء الشوت الأول ولكن اللاعبين أدوا بشكل جيد جدا وكل واحد أدى أدواره بشكل جيد في الشوت الثاني كنا بنحاول برضو نبحث عن الهدف ولكن كان الرتم أقل شوية عن الشوت الأول ويمكن الخزم سجل الهدف الثالث في اللحظات التي كنا تقريبا بالخاطر فيها بكل ما عندنا من كوا أو دام أنا طبعا بكر أن أخصار جدا وإن أحاول أن أخصر بحب أن أخصر نتيجة حاجة أو أسباب من عند أنا ولكن بصراحة أنا فخور باللعبين المصريين بالشكل دخلوا في المباراة رغم أنها زروفنا زروف صعبة طبعا يمكن كان في بعض العناصر كان واضح قدامكم أنهم كان أول مرة أول مباراة لهم في الموسم هي المباراة التي لعبناها وكذلك برضو يعني كان على خط الدفاع بتاعنا كلهم لعبين قداد رغم أن أخصارا بقول أنها خسارة ولكن أنا لن أحب الخسارة طيب هو أنا خدك واحدة واحدة يعني أنا في عندي كلام بس حيجي معاده لكن الراجل وهو يعلق قالك أنا فخور باللعب المصريين ولعبتي قدت راضي عن أدائهم ولكن الصعوبة أنك تبتدي المباراة خسران 2-0 فيها حقيقة 5 دا إيه بقى 2-0 منهم حطت في نفس الجود ده الجود الأولاني يا أستاذ إبراهيم علي جابري بشتت الكورة كورة ملعوبة بالعرض بشتت الكورة كده رحت خبطة وراح كده الطبيعي إن تضغط في اتجاه الكورة لايته بيلف هنج مرحلهات لا ده بيلف زي ما يكون إزاي شافها إنها خبطت وراحت الناحة التانية وهي هنا هقول عدم تركيز ده ده أول دقيقة عدم تركيز إيه آه عدم تركيز جاي من هنا عدم التركيز مش متحضر وهو نازل إنه لما تشوف الفريق التونسي جاي معجا مهير صح؟ اه 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 اهتمام لعب علي معلول ودي احنرجع لها برضه عشان يقولك هو يقدر يقول لتونس سيب علي معلول إيه السهجة دي؟ بقى أمرت إيه؟ أنت كالتحاد مصري أو نادي مصري يكلم التحاد التونسي يقوله سيب لي لعيب إيه لأ من باب من فضلك؟ قال لك لأ طيب إسرار يلعب علي معلول وكل هذه المدة؟ ده بيقول إيه؟ لا أنا جاي بقى طب هو تونس تحمسة وخدتها بالجدية دي لكده؟ لأن شافت حالة من خدوا المنتخب أي حالة جد لها يا صد إبراهيم وانت داخل على ماتش بتخرج اللعيبة بتخرج المسؤولين بتبقى المناخ العام خلاص الماتش ده وكأنها تحصيل حاصل وصلوا المنتخب إلى هذه الحالة لعيبة رأى وهو اللي قال أنا صاحب الرؤية رأى إنه خلاص أنا لعبتهم الماتش الرسمي حقققت منه إن أنا كسبت أسيوب اللي غلبتني الماتش التاني الماتشات الودية بتتعمل لي يا أستاذ إبراهيم الودية اللي هي ما فيهاش تصنيف أنت خلاص مرحلة التصنيف اتصنفت والأور عتعملت وكل حاجة يعني ملاش تأثير علي جاي بتعمل عشان تجاره بدليل السنغال قالك هعتمد على المحلين ما جابش ما استدعاش حد من المحترفين وكدت أتمنى للمتاخب يعمل كده لإن أنا إيه اللي خليني أستدعي لعيبة محترفة بعدين أكني هو المشكلة كانت أخطاء دفاعية في المباراة لكن أين الشراسة الهجومية تبقى للأسامي اللي موجودة في خط الهجوه هدى في الدور الفرنسي حتى الآن محمد صلاح الأسطورة مرموش اللي ماشي بنجاح مش كده في ألمانيا في ألمانيا فما تجيش تقول لي أصل المتاخب ولعيبة الأهلي برضو إذن أنت نزعب تحق المدير الفني في أنه يجرم كيروش كان وخدها تجارب ما كانش أصلا بيستدعي لعيبة الأهلي وما كانش أصلا بيستدعي لعيبة الزمالك أحياني بيستكشف بيستكشف ومن حق يستكشف وإذا خسرت مطش ودي عشان أنت بتستكشف فلما الظروف تفرض عليك لأن احنا قلنا يا جماعة عندما يتعارض مصلحة النادي مع المنتخب لا يمكن عائل يسأل السؤال ده إذا كان اللي اتنين ما عندهمش مطش مهم ولا رسمي يبقى طبعا المنتخب حصلت 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 في كاس العالم للأندية والأهلي راح ناقص تسع لعيبة تسع لعيبة عشرة لأن كان في لعيبة أجانب راح يلعب كاس العالم للأندية وقلوا ليلة المباراة وهذا وكان في محاولة طبعا ما في منهاش إيه سبب التركيبة دين المعادين يركبوا على بعض لكن يبدو يعني التصريح اللي مش عايزين نتاقف أمامك كثير متاع كابتين أحمد مجاهد ليس كل ما يعرف يقال لأن ظهر كان في حال لا مش عايزينه ده مش دي مشكلتنا النهاردة أستاذ برأي أنا مشكلتنا أقولك عندما تعارض مصلحة النادي الآلي في مباراة على أعلى مستوى مع مصلحة المنتخب إيه اللي حصل؟ مشت مصلحة المنتخب ولعب الآلي في هذا المعترك النقطة الأهم من كده ساذ إبراهيم هو الآلي لما نقص عشر لعيبة جاهز نفسه إنه يقدر يعوض ويلعب ووفق مش كده طب الآلي النادي اللي نقص عشر لعيبة في ماتش مهم مع أحد أبطال أمريكا الجنوية اللي غلبنا قبل كده أربعة ويقدر يتجاوز هذا النقص الحاد جدا ولعب بناشئ محمد المغرب سيرد باك عشان اللي يقولك أس المنتخب ومحمد عبد المنعم ده أنت لعبت بناشئ وأنت نادي ما عندكش خط ظهر بالكامل موجود أما تيجي أنت كمنتخب تدي الأهل اللعبته عشان عندك استعداد لماتش رسمي والمنتخب فيتوريا قالك إحنا في بداية موسم في بداية موسم يعني اللعبة مش فأحسن حالتها مين اختار يلاعب تونس في التوئيد ده؟ دي مبراه رسمية مبراه رسمية مبراه رسمية تفرض ولما تكون اللعبة مش فأحسن حالتها جرب من حقك تجرب انت عايز يمي الماتش الودي هم خدوك لأن شافوك مرتبك هنا وما الماتش كده عمالين نتكلم عليه لو كانوا قالوا خلاص إيه يعني العبت القلب مش موجودة الزمالك مش موجودين وفترة من الفترات رجعت للعبت كلها أو مختروهمش من الأساس يا أستاذ إبراهيم بس أنا هقول لك تصور لما يجي معاده لأن فيتوريا ما قالش الكلام ده هنا المنتخب عشان نقصه لعبة الأهلي اللهم أربعة الكارسة حصلت والأهلي لما ينقصه عشر لعبة ويتفوق ويلعب فيه موتشات رسمية مهمة ده مش تنقض بص يا جماعة مبدئيا من المؤكد انه روي فيتوريا البرتغالي عنده مسيرة كويسة مع المنتخب الوطني لغاية دلوقتي لازم تدعم وتساند من باب المسئولية والأهلي عمره ما تقاعس عن مساندة المنتخب وكل المنتخبات روي فيتوريا عشان ما نبخذش حقه لغاية مباراة تونس كان لعب مع المنتخب 8 ماتشات تفاز فيهم ما خسرش أي مباراة إلا مباراة تونس يعني التسعة مباراة خسر مباراة فدي مسيرة لمدرب خلينا نقول لغاية دلوقتي إيجابية وإيجابية جدا مساندة المنتخب الوطني تبقى بأن كل الجميع يتضافر والأهلي عمره ما بيتأخر لكن هل الأهله هو بيدعم ويساند ويساعد ويقدم لعيبة؟ هل هو اللي كان مقصود بالتلميح والتلقيح اللي حصل من روي فيتوريا نفسه اللي أنا بقول لكم لازم أن يساند ويدعم فيطلع يقول كان فيه ناس منتظرة لنا الهزيمة هم مين؟ الزميل هاني حتحوت تعرض لده نشوفه قال مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني النهاردة بعد المباراة قال أعجبت بالتزام اللاعبين في المباراة وهناك من انتظر خسارة منتخب مصر تصريحات فيتوريا اللي بيعبر فيها عن ضيقه الشديد دي مقلقة بالنسبة لي أنا كمان مقلقة بالنسبة لي في مستقبل مستر روي فيتوريا فكرة ان هو بيقول انه فيه ناس كانت مستنية الخسارة ما شرحش يقصو دي لكنه تصريح مهم جدا الوقوف عنده مين اللي كان مستنى الخسارة ممكن تكون انت عندك تحليلك وتفسيرك كمشاهد او كقارئ للمشهد لكن المدير الفني بيقولها هو حاسس ان فيه ناس مستنية خسارة المنتخب طيب اجاوبة كان هاني على هذا السؤال اه اللي كان يقصد مين طبعا هل من مصلحة النادي الاهلي انه بعد ما ياخد لعيبته ان المنتخب يقصر عشان يتهموا الاهلي بانه السبب يبقى مش الاهلي لم يقصد الاهلي وده اللي حصل الاهلي لا شمت ولا فرح ولا ولا قال حاجة من دي بعض الناس حابت تقولك اصل المنتخب غير لعبت الاهلي ده نوع من التفاخر الغير اللائق والذي كان ينبغي ان يرد عليه المنتخب ان مفيش فرق لأي نادي ان انا منتخب اقدر اكمل من غير اي ناصع عندي لان هم لعبت الاهلي كانوا واحد اللي سابهم اربعة خلاص الاربعة دول الشناوي ومحمد عبد الشناوي نتكلم على واحد واحد لعبة دال ابو جبل كل الناس بتبرق ابو جبل بتقولك مالوش ذنب في حاجة ماذا كان يبقى الشناوي هنا هيعمل ايه في اللجوان لدخل دي ممكن الجون التالت ممكن يعني لكن طيب يبقى الشناوي هم وممكن جدا كان الشناوي ينضبه اللعب ابو جبل عشان يطمن على حارس بديل طيب اتنين هاني الباكرايت مؤكد ان هاني احسن باكرايت في مصر لكن وجود عمر كمال كان صغرى ده هو اللي جاب الجون بتاعه كان نجم المباراة يبقى مفرقيتش قوي يبقى التجربة هنا كانت لصالح المنتخب انك تكتشاتف انك تقدر تعتمد على عمر كمال عبد الواحد صح او لا غلط طيب مين تاني محمد عبد المنعم الربع مين مروان عطية مروان طيب مروان عطية خلينا في مروان مروان عطية احدث الوجوه اللي هو بيلعب في خط النص طيب ما تيجي نشوف مين كان خط النص بتاع المنتخب في الماتش ده التلاتة التقال مين حمد فاتحي وطرق حمد وزيزو وزيزو التلاتة دول كان حيبتدو تسعين في المية تسعين في المية يبقى ما تهزش حتى لو احنا عارفين قيمة مروان عطية الدور اللي ممكن نلعبه لكن ما تفهمنيش ان لعب تلقال الى ما بعده انهار المنتخب لان لا يبقى الا محمد عبد المنعم نتوقف عند محمد عبد المنعم لان في اتنين السفرات علي جبر وحساب وحساب حساب عام مجيد حساب عام مجيد جاي والكل بيشيد وبيقول لك اعلى قيمة تسويقية في المنتخب الالومبي من خلال التصفيات اللي ضارت صح والزمالك والزمالك بيقول لك هو ده المستقبل وهو ده وهو اللي بينعب اساسي في الزمالك علي جبر علي جبر علي جبر كان مهمة جدا لكن لعيب واحد لو غاد لقدر الله لاي سبب الاسابة يحصل كده بقول لك علي جبر اول كرة لعيبة كده بص في الناحة التانية انا لقطة من اغرب ما يكون والجوني التاني جاي حط رجله عمل رجبته كده يعني لو نطر رجبته فوق هتعدت الجميع لباسها في حمد فتح لباسها يا حطابة مال حمد فتح يعني فلباسها حمد فتح استستحيل فانت يبقى ايزا الصغرة في خط الظهر كمان الباكليفت وده الاهلي ملوش حد فيه فاتوح اتعور فاتوح الالام الحد حمد اتعور باكتاد بباكام فلعب باكام وقيلة ما هو باكام مش باكليفت على ما اعتاد كنا تسرقنا الخمس ده الاولانين على ما يعرف الوقفة وكده وده هنا يأتي دور التاكتك والنبي في الاول اسند الراجل ده ميل عليه غط عليه يعني هو فيه حاجة طبعا بداية غير موفقة نعتبرها حظ عثر عثر طيب بس انو اخدها اذا مش الاهلي المقصود لأ ما الاهلي مش ممكن يكون مقصود لان الاهلي حشار على نفسه انها السبب فتوريا يقصد طب مين بقى اللي طلع استفاد من الموقف ده الاستفاد من الموقف ده مجموعة من الإعلام أنت سميته إيه؟ إعلام الشيل وطلع المسؤول عن خد المفاجأة المسؤول عن المنتخب الأول يقول لك توبة مش هتتكرر مش هنسمع مش هنسمع طيب هو إذا كان في توريا قبل المتش قال لك ده دوري هل هو كان معترض عشان يقول لك توبة مش هنسمع تاني طيب لما يكون ده موقفه عشان يطلع يقول كده وينفض إيده من مسؤوليته يبقى بيشاور على مين بيشاور على الهزيمة أهو شفتوا بقى خسر أهو لما يجي يقول لك هتحوت هتحوت ده برضو مش سهل ممكن يقرأ الأمور بساعات أنا قلقان على مستقبل هو مستقبل فيتوريا في إدمية بتحاد الكورة ها في إدمية من اللي جاب فيتوريا بس هاني هنا ممكن يكون يقصد الجمهور أما الجمهور حيضغط لكن عمر الجمهور مهما بلغ ضغطه ها مش هيضغط بماتش لأن فيتوريا زي ما انت بتقول محاق العلامة كاملة قابليها ووصلك للأداف المطلوبة منه أي والناس كلها بتشهد بيه فحتى لو كان كولر في فيتوريا في هذا المطلوبة مش موفق ودي اوف بتاعه ها مش ده السبب اللي حيخلي الجمهور ياخد منه موقف وهو جمهور اللي حايز عمل منه في ايه ده انت ديته لعيبته يبقى مين الجمهور اللي عايز ماشيه خد خد على طول الناس اللي كانت ضد أن يخرج لعيب الأهلي اللي حبت تركز الفشل كله هو ده السبب ها وهو سبب مفتعل خالص وعيب عيب لأن انت لو قولت ان غياب عم منعم هو سبب الكارثة وللأسف اللي بيقول كده ايه اعلام منتمي إلى الأندية المنافسة الأندية المنافسة طب الأندية المنافسة دلهم ما عندهم السردبك ايه هو انت بتطعن في السردبك بتاعك يعني اعلام الزمالك المنتمي ها اللي بيقولك يعني انت مش عاجبك بقى يا حسام عم منعم طب بيرامد اللي بيقول انا عندي احسن لعيبة في مصر انت مش عاجبك اداء جبر علي جبر يعني انت بتشوري دول السبب في الهزيمة وان كان لازم حمل عم منعم لو جه كان حينقذ الدنيا ده انت وانت من حيث لا تعلم وانت تريد ان تصادي الأهلي استطى نفسك انت أصبحت وكأنك تقول بدون لعيب النادي الأهلي المنتخب ده وهذا خطأ فادح مفيش حاجة اسمها بدون لعيب النادي الفلاني الاهلي يضيف وانحنا قلنا مئة مرة الاهلي بخير المنتخب بخير انت بتدونا كل يوم والتالي تأكدات انتوا بتأكدوا من غير ما احنا نتكلم وانتوا تقصدوا وتصدوا الاهلي انتوا مش نياتكم مش مش كده طبعا لاني على فكرة لو كان لعيبة الاهلي لعبوا والهزيمة دي حصلت كان قالك قادي لعيبة الاهلي اللي قاعدين ما كنت سبتهم لهم مش كان حتقال كده طيب كلام هاني حتحوت علق عليه اليوم السابع على نفس الكلام انه فيتيريا بيقولك هناك من كان ينتظر خساراتنا امام تونس وسنحاول ايجاد الحل وقال اليوم السابع انه روي فيتيريا برر الهزيمة بالسلاسية مقابل هدف وقال فيه كذا 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 وقال شوفوا الخصم النهاردة جاي يلعب المباراة ويحتفل بالهدف كأنه فيه نهائي واحنا مش قادرين نعمل ده الاندية دلوقتي لعبتها مرتاحة لكن احنا زعلانين ولعبتنا زعلانة وعال قال حسب اليوم السابع عن غياب لعيب الاهلي قال المسألة مش الاهلي لكن انا بتكلم عن النظام العام في مصر ومفيش ولا معسكر انا شعرت فيه بالراحة رغم الفوز في كل المباريات الماضية ولكن دائما يكون هناك مشاكل ويكون اللاعب وهو معنى لديه تركيز في امر اخر الناس مش مركزة معانا وده اللي اكدت عليه اخبار اليوم بوابة اخبار اليوم نقلت عن فيتوريا هناك من ينتظر خسارة منتخب مصر ولم اخد اي معسكرات باريحية اذا يا جماعة الموضوع الرجل عنده تبرم وعنده عرض سعودي كان قبل الدور ما يبدأ وقال ان انا رفضت العرض السعودي وفضلت استمر مع المنتخب هل القراءة اللي بينه السطور للهجة التبرم اللي عنده مقدمة لايه؟ مش واضحة هل اتحاد الكورة عليه انه يتنبه ويبدأ يشوف الرجل ده ايه مشاكله ويحلهله برضو محتاجة انما فكرة ان انت البعض يدع يدفع بقضية خروج الاربعة من لعب النادي الاهل انه هما السبب على الاقل في تعكير مزاج الراجل لا لان روي فيتوريا نفسه اللي ادى محمد صلاح راحة في المباراة الاولى قدام اسيوبيا وهي المباراة الرسمية والراجل كان عايز يقض بعض الوقت في راحة ادهاله هو اللي تكلم قبل مباراة اسيوبيا عن فكرة خروج لعبت الاهلي نتيجة هذا التعارض في الموعيد الناس اللي بتفتكر ان النادي الاهلي لو ادرع المنتخب او الاهلي اخد اللعيبة غصبا عن المنتخب او محاولة الدفع بانه الاهلي حطوا مصلحتوا قبل المنتخب يسمعوا كلام روي فيتوريا نفسه قبل مباراة اسيوبيا كل التوبيع ان شاء الله لمنتخب مصر غدا ان شاء الله مباراة مهمة واحنا اكيد نسعى فيها للفوز والهمنا طبعا للفوز في هذه المباراة لانها اكيد بتاعي رد الثقة والاعتبار من المباراة الاولى وثانيا انها استعداد قوي ان شاء الله لتصبيات كأس العالم ومتسمى كمان ام ام افريكا في كوتفور هناك بعض الاجتهادات الصحفية اللي نالت اللعب النادي الاهلي اللي منضمين حديثها المنتخب ولم يكن انك تصريح رسمي من قبل الجهاز الفني او اتحاد الكورة حلو موقف اولاي اللاعبين هل سيشاركون لمباراة تونس في الودية القادمة ولا حيتم راحيتهم متمة استعداد الفرصة اللي نالت اللي استفادة منهم في اللقاء السيبر شكرا سيشاركون ماددين سيشاركون ماددين سيشاركون ماددين اشتركوا في القناة 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 ازاي اجيب تذاكر واعمل ايه زي ما حصل ماتش الوداد الاولاني لما الاهل يركز في الماتش التاني بس ادنا انحقق اهدفنا في الماتش التاني ما كانتش المشاكل دي بما تروحها فانت رايح بتفكر في المباراة مش في ميت حاجة لان دا بيتنقل اللعيبة قوة هتقول لي اصل اللعيبة بنعزله مستعيل تعزل اللعيبة اطبعا طيب رؤية فيتوريا في قضية ان فيه لعيبة هتخرج هما مين قالك ده قراري وفعلا محدش هيخرج من معسكر المنتخب في فترة الاجندة الدولية اللي بموافة الكوتش عشان كده بعد مباراة اسيوبيا وخرج لعيبة الاهل الاربعة وفقا للاتفاق اللي حصل بين الكابتن خالد بيبو مدير الكورة مع الكابتن حازم امام ومحمد غرابة حازم المشرف على المنتخب من اتحاد الكورة وغرابة المدير المنتخب ورؤية فيتوريا طلع الكابتن خالد بيبو بعدها وجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب انه تعاون فيه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وكان الاتفاق عليه بينه بين مرس الكولة ورؤية فيتوريا فيتوريا قالك انا هاخد اربعة بس من الاهلي بس عايزهم يبدأوا معايا المعسكر الاهلي كان في النمسا والناس كانت لسه واصلة بقال اربع خمس ايام كانت جهاز الاهلي وافق ان اللعيبة تقطع المعسكر وترجع تدخل معسكر منتخب يوم اربعة ويغيبوا عن المباراة الودية الوحيدة اللي الاهلي لعيبها برا وشفتوا لعيبها عدد كبير من النخصين ده نتيجة ايه هذا الاتفاق اللي خالد بيبو بيشكر عليه جهاز المنتخب اللقطة التانية انا فيتوريا قالك هلعب الاربعة اذا احتجتهم في مطشا اسيوبيا فعلا اشرك الاربعة وحديهم لك بعد مباراة اسيوبيا كان عايز يستبقى محمد عبد منعن فإزفك قتم في الاهلي اتعور ياسر ابراهيم واتعور محمود متول فاصبح مركز السردباك في الاهلي على المحاك مفيش اللارمي ربيعة فقط وعبد المنعن فكلر شاف انه عبد المنعن لو قاعد مع المنتخب ولعب مطش تونس لو اتعرض لشد خفيف اللي هو يتعالج يومين مش هيلعب مطش تسوبر زي اللي حصل لكريم ندفت اخر تمانينة جاله شد يحتاج راحة يومين هم اللي فصلين قبل المباراة فما سافرش فعشان اصابة متولي واصابة ياسر ابراهيم بقى عبد المنعن مطلوب في الاهلي روي فيتوريا عنده بدايل فوافق انه لازم يكون عنده بدايل يا سيد ابراهيم يعني هم عندو يعني علي جبر علي جبر سردباك عنده خبرات مع المنتخب وسردباك بيرامن حسان عبد المجيد الصاعد مديه له في الاستفتة بتاع الرابطة احسن سردباك مع عبد المنعن يعني برضو انت مش جايب حد وفقا لاختياراتك مين اللي غلط ده كله يغلط عبد المنعن كان وارد يغلط يعني يلعب ويغلط وغيره بيلعب ويغلط مش ده الموضوع خالص الموضوع ان انت بعد هذا الاتفاق اللي واضح جدا واللي وافق عليه ريف فيتوريا واللي استحق عليه الشكر نتيجة للتعاون والتفاهم يطلع نسمع بعد كده كلام مختلف خالص حتى من الكابتن حازم امام كلام حازم مهم جدا هنسمعه وفي تعالي عليه محالي بداية طبعا جدوم جدا مخصوصارا لكن انا ما شوف شاعات الخصوصار لازم تبقى فيه مخصوصار عشان تعرف توافين الدنيا ماشية زاي الشغلة تعمل زاي الدنيا عملت زاي طبعا الزروف بدعيتنا بتاع المعصور ده هي ظروف مش منططية أو اي يعني ما اضرش اوازي نقول ده مستوانا الحقيقي بداية تايفية تقول اللي عبارة اللي اتلعب في مصر كلها يعني تبقى لسه اللعيبة مش فت اللعيبة احياء مشاكل انت عندك اللعيبة كتاب تلعب اول مرة مع بعض بتقرب ناس بشكل مختلف كتاب دعيبة صغيرة يعني كتب فكرة كما ان بطول المعسكر والناس كتاب تبضع تقول لك المطشين منهم شي لازمة المطشين منهم شي لازمة المطشين بتعمل عدائك يوم ايه مطشط ودية يعني بقيت احاق للناس المطشط سهلة لا او مش سهل الاجواء بتاع المعسكر ده يعني ناس كتب مش كلها مركزة في المنتخب زي كل معسكر ناس كلها مش كل الناس عندها الهدف ان انت تشكل اللعيبة كلها وتلعب مع اللعيبة كلها وان عندك مبشين مهمين ومبشي تكنس مبشوهتني مهم لا يعني ناس كتب تطلع تقول المطشط دي كما مش مهمة اوي مش عارف ايه اللعيبة تريح اللعيبة تيجي ده وضو خدم اللعيبة شوية اكيد طبعا فهي ظروف المطش ده ما اعتقدش انها تلقار تاني احنا الفترة الجاية هيبقى دايما المنتخب الاولوياء المنتخب مصر كل المعسكرات الجاية اللعيبة تركز في المطشط هل موضوع موضوع اللعيب الاهلي اخذ من تركيز الناس والمجتمع والواسط الرياضي ولا كتر امور بتهندلة من الاول ما بين حضراتكم كإضافة نعم احنا محن معندلين مع الناس وكل حاجة مع الناس مع الناس مع الهد الاهلي احنا مع الناس مشاكل ومع السباكة بيوهم مع الاهلي احنا دينا موضوع دينا يعني عملنا ما ندر نعمله ويمكن ده النهارات حنا نخسرنا مسلا فالناس الناس هباك انت خسرته مطش مهم وانتخافتوا الاهي للأهلي بس الاهلي عمدوا طولة تمام خلاص تمام ربنا يا بفهم ان شاء الله ويأخذوها حسب للأهلي وخسب لمصر فإحنا عملنا اللي علينا مع الأندية نعملنا الفترة جاية الفترة جاية هي الأهم عندنا وزي بوله بتسوكة في عالم شهر 11 وشهر 12 هنفش معسكر للبطولة أفريقيا فأنا أتمنى أن يبقى كل الناس تطلع دائما تبقى التركيز لمنتخب مصر في المعسكرات يبقى التركيز دائما لمنتخب مصر طيب وده اللي أنا بقوله بقى عندما يتحدث حازم إمام أو أي حد في الكرة في الكرة فقط يكون الكلام موضوعي جدا هو ذكر أسباب موضوعية إحنا كلنا في بداية موسم ما احنا شو أحسن حالتنا هو أنا لما بقول أن أنا يعني حازم إمام استغل الفرصة عشان نقول مش بعد كده مش هندل اللعيبة ما معناها يعني الناس في الصدر كده معناها يعني أن أنا بقول أن حازم يتمنى هزيمة المتخب طبعا لا بس كمان لا يستفاد من موقف عشان تعاليك حاجة تانية لأن الحقيقة الهزيمة مش بسبب مش بسبب خروج لعيب الأهلي وإلا يبقى خروج لعيب الزمالك بعد كده أو خروج لعيب بيرامد أنت منتخب والغرض من المطشات الودية أنك تحاول طبعا تعمل حالة بالإنسجام استعداد لو فيه تارجت لو فيه لو فيه أستاذ برايب خارج من المعسكر ده أو من المطشات الودية دي على هدف رسمي أنا معاك خلي لعبتك معاك التوقيت زي ما أنت قلتها ليه أجيب تونس في اللحظة دي إذا كنت أنا مهتمة قوي أنه لو خسرت حزعل أو الناس حتزعل ودي النتيجة وردة وتعالى بقى نتكلم على العزوف الجماهيري هو أنت استفدت إيه أنك تلعب المطش في ملعب فاضي أنت حشدت إيه هل حشدت الجماهير وطلبتهم يحضروا آبدا هل مثلا قلت هعمل التذكرة برقم رمزي عشان الجماهيري تيجي معانا أنت قديت إيهاء المطش يعني تحصيل حاصل إحنا الإعلام مش أنت حازم إمام يعني أو بتاع أنا متدايق من فكرة أن نبتدي بقى أيوة كده وذكر حازم هي دي المشكلة وهو ده حازم متولد من جديد وميدي يقول لك دي شهادة ميلاد عاك إنه استعداء إنه لا أقف بقى مواقف ضد الأهل ضد الأهل وده كلام ده هل ده كلام يبقى أنت عمال بتشاور إن اللعبة اللي داخل دي ما غلهاش لازمة وإن اللعبة الأهلي هي غيابها أسر خطر النغمة دي خطر يعني أنا لما تكون مسؤول قال لهم إيه الكلام اللي بتقوله ده يعني كان حازم لازم يدوس قوي في حتة لقى مش فكرة الأهلي فكرة إن ده عندنا البداية أنا منتخب منتخب كان يجب يعني أنا عندي باكلفت وحيد داخل بيه لأن فتوح من الأول عنده ألام مش كده يبقى لأ الدوري كله بفوش باكلفت جيب وقرب مش يمكن هو كيروش بس كيروش حظه أحسن من فيتوريا لما جي يجرب محمد عم بنع في البكر ويت اللي هو مش مركزه تقلق فقدر ياخده بعد كده جوه تقلق مش أنت يمكن أنت لو جربت واحد تاني كنت قدرت تلاقي لعيمة تقلق الرافد بتاع المنتخب الأول مش المنتخب الإلومبي ما لان يبقى عينك على المنتخب الإلومبي ولو أنت عايز عدم المنتخب الإلومبي حيبقى الأول لو هي ليك مش للمنتخب الإلومبي صحيح خاصة أن الاتنين بيلعبوا دولي ودي يعني عايزة أقول إيه قراءة المشهد وتلبسها واختزالها والعدائية اللي تعاملوا بيها هم دول اللي فرحانين اللي عايزين بس إيه عشان الأهلي بعد كده لا ما يحصلش على دعم من المنتخبات أو من اتحاد الكورة أو من لجلة المسابقات خلي بالك والله العظيم تلاتة لو ربنا كرمك وحتكمل هتقع في الفخ اللي أنت نصبه للنادي الأهلي إنت هتقع في نفس الظروف إنت عايز عايز هتجيلك لا هو الدوري حيبتدي بإيه أول تعديل في الجدول اللي مين الزمالك وبيرمد الزمالك وبيرمد اللي اتنين اللي هم عملين يلسنوا إعلامهم يلسن عليك مش الزمالك وبيرمد لا ده المدربية بتشيكو بتشيكو اللي بقى من شبرة من أيام ما كان في الزمالك كل يوم وتاني العدالة ومش العدالة وتاع ومشيلي بنفس النغمة ليه لا النغمة دي تديله العذر يوم ما يخسر محدش حازمه تغطيه تغطيه هو فاللي فرحان بقول له لا يا حبيبي لنت أديته عذره في جيمه صحيح كلام حازم إماما جماعة يعني هو بيقول المعسكر ده ما كانش أحسن حاجة كان رسكير اسمه إيه ده فيتوريا قالك كل المعسكرات السابقة كانت كده ودي نقطة لجمال علامه مجلس إدارة الاتحاد ما فيش حاجة اسمه حازم يقولك من بعد ده مش هي طب وده ماله إذا كنت أنت مبدئيا بتقول إحنا مهندلين مع الأهل يعني مرتبين المسألة مع الآلي يبقى الآلي ما خطفش لعبته وخرجهم المنتخب زي ما الإعلام الزمالكاوي عايز يتهم الأهل ويصوره بدأ لين نسبهم لك أسيوبيا بدون مشاكل الاتفاق حاصل إنهم قطعوا المعسكر وجهلك من النمسا عشان ينضموا المعسكر أسيوبيا ولعبه المباراة إنت سبت ناس في مباراة أسيوبيا منهم محمد صلاح وسبت لعبت الأهل في مباراة تونس يبقى ده جهاز المنتخب اللي عمل كل حاجة أستاذ براهيم المنتخب كان عنده حاجة يا معسكر يا حاجر أسمينا عينز أفتيكر وشاب لعيبي بيريمد ده أيام الكابتون حسنين البدري لا سنة اللي فاتت في الآخر خد اتنين لعيبة بس وكان بيريمد داخل على حاجة في الكونفدرالية في الكونفدرالية وده طبيعي لو أنا وحازم مرتضى منصور طلع يشكر حازم أنه خرج لعيبة الزمالك عشان يلعبه مع فريق بطل تشاد في دولار 64 طيب كان زيزو وعشان كده حازم على فكرة هو لما قال احنا كنا بهندلين مع الآله وهندلنا مع الزمالك قبل كده ده في الفيديو اللي لسه قيله لسيف يعني هو بيعترف أنه ده تم الأصد فين لو هنتكلم على مصلحة المنتخب خدوا بالكم المنتخب أحسن من كده فكرة إن حازم يقول لك السبب إن احنا في فترة إعداد والناس مش جاهزة بدنيا اخترتوا تونس في التوئيد ده ليه وبعدين ما هو اللعيبة الشق الهجوم بتاعك كلهم شغالين دورياتهم شغالة صلاح ما شاء الله في الدوري الإنجليزي بقاله كام أسبوع ومرموش في ألمانيا ومشريف لعب يا سيد إبراهيم وبعدين طيب ما هو أنت عندك عندك في نص الملعب موطر حامد شغال في الدوري السعودي وحمد فاتح شغال في الدوري القطري يعني التعلل بفكرة الناس في بدايات موسم مش شمعها سليمة ووضيف عليها أنت اللي مختار تونس يعني عبت يا زمالك أكثر جازم الأهلي جايين من البطورة العربية يعني قريب لعبه عايز أقولك لكن أنت عايز ألبسها بس للأهلي مستحوزة أكثر من صالح الكورة نعم يا جماعة الموانت سعاد لأشار على الحاجة مش بس أن أنت قبل كده عملت ده مع الزمالك وعملت ده مع بيرامد وكانت على بعض الإعلام حلوة أو زي العسل لكن هو ليه الناس ما بتفتكرش للنادي الأهلي في السياق نفسه لما الأمر بيكون جد ورسمي ورسمي ومهم لا مش مصر أولا أنا رافض أنه يتقال مصر أولا والمنتخب أولا المنتخب ده الوحده تقول للأهلي أولا والزمالك ثانيا وبرامد ثانيا عد براحتك بين الأندية لكن ما تدخلش المنتخب الوطني في مقارنة في عدات بين الأندية أي كل الأندية لها كل التأدير لكن المنتخب ده الزج بحطة الأهلي والمنتخب فيه سوء قصد وسوء نية وكلام خبيث قوي هدفه الإقامة بين الأهلي وبني وطنه ده الهدف صدقوني النفوس المريضة هو ده هدفها خلي منتخب البلد لوحده الكل يخدم عليه والكل يقدم له مساعدته ومحدش قدم خدماته أو قام بدوره على الأدق يعني تجاه منتخب بلده أكتر من النادي الأهلي هقول لكم على حاجة فاكرين دورة توكيو الأولمبية شوء غريب المدير الفني للمنتخب شبط في الشناوي عايز ياخد الشناوي ضمن التلاتة اللي فوق السن الأولمبي وكان معاه مين من الأهلي كمان لو تفتكروا في يوليو 2021 كان معاه فوق في السن الأولمبي عمار حمدي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن أظن رمضان بيجم كمان كان في الأهلي وقتها ولا إيه الأربعة دول يا جماعة ضيف عليهم الشناوي فوق السن الأولمبي يعني خمس لعيبة قوة أساسية في النادي الأهلي وينت يا الأولمبيات الدوري شغال واتحاد الكرة قرر إن الدوري يستمر أثناء الدورة الأولمبية بالمناسبة ارتبطات المنتخبات الأولمبية ما هياش أجندة دولية الفيفا مش حطتها في أجندته يعني لو النادي الأهلي قال لعبتي مش هتروح الدورة الأولمبية محدش هيدصله على طرف ومحدش هيكبره على كده الدورات الأولمبية وتجمعات المنتخبات الأولمبية مش في الأجندة الدولية أنت بتستغل فترة التوقف في الدولي في حد من المحترفين راح صلاح ليفربول ما رضيوش يمشوه طلب عمر مرموش ما عرفش مصطفى محمد نفس الحكاية الأهلي وافق أنه الشنو يروح والأربع لعيب الأولمبيين يروحوا ويلعب الدوري من غير الخمسة فاكرين أنتو الواقع الشهيرة دات وطلع كابتن شاوي غريب يشكر النادي الأهلي ويشيد بدوره كانت النتيجة الأهلي لعب كم مطش في الدوري بدون الخمسة أربع مباريات اتعادل في واحدة فيهم كانت بداية لخسارة بطولة الدور لأنه في الآخر خسر الدور بأربع نواط سيد إبراهيم اتعادلت آخر ماتش ما كانش موجه تتعادل لو أنت عايزه ده أنت كنت ثلاثة واحد فيه الأهلي لعب يعني هما النقطتين دول فعلا أيو كانوا مع البنك الأهلي وفقط نقطتين ضيعوا الدوري كان معجون لا هو بالضبط الأهلي بدون اللعيبة لها بأربع مباريات فاز على إنتاج الحرب ثلاثة اثنين وفاز على أسوان ثلاثة واحد وفاز على ودي دجلة ثلاثة واحد واتعادل مع البنك الأهلي اه اتعادل في أسئل أنا فكر الآخر ماتش فدي نقطة أنت أنت بالضحي بتلعب أربع مباريات رسمية في الدوري بدون خمس لعيبة والقالي أول واحد قالك مصلحة المنتخب والقالي قالك خلاص مدام مصلحة المنتخب ودورة أولمبية بتزايدوا عليه بتزايدوا عليه في حد عمل كده أنا بقول لكم خمس لعيبة وإيه ويملك الأهل يقول لا وكان القرار عنده يعني كان كابتن سادعب حفظ مدير كورة كان يملك يقول لك لا عزين الدليل المحترفين اللي أجانب مرحوش على الأهل اللي كان يحصل إيه ما احنا مش هننسحب من الأولمبياد على الأقل يوقفوا الدوري أثناء الأولمبياد الدوري يتأخر بعد كده يتأخر بس المطلب العادل أنا مش هلعب بدون أي لاعب رسمي عندي أنا محروب منه ده مش يتعاون مع المنتخب ده تعاون مع المنتخب ومع التعادي الكورة لاتنين حللهم المشكلة حلوا مشكلة تعطيل الدوري وحلوا مشكلة شاوي غير مع المنتخب اللي اللي أمبي في توكيو فيه حد عمل كده فيه حد بيذكر للأهل موقف زي ده عشان تسمعوا يعني تلسينه وتلقيحه كلام فارغ وطبعا الكل فاكر كويس قوي كاس الأمم الأفريقية الكاميرون بتستضيفها وفجأة كاس العالم للأندية متعارضة معاه كابتن ميستر كاروس كيروش واخد كام من الأهلي سبع لعيبة الشناوي وأكرم توفيقه والتنين اتعوروا في البطولة دي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمر السلية وحمد فاتحي ومحمد شريف البطولة كاس العالم للأندية كانت من خمسة لاثنشر فبراير اتنين وعشرين الأهلي كان يحتاج يلعب مع مونتيري المكسيكي مباراة الافتتاح الأهلي يخسر يروح يخسر يرجع على طول ويبقى مراحش المنديان فجأة يتحط كاس العالم كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون في تعارض كان اتحاده الكرة بالأسل للأساس جمال علام كان أحمد مجاهد سابل اتحاده الكرة أو سابل لجنة بتاعته لكن مجاهد كان له عبارة شهيرة احنا ماشيين في الحل وليس كل ما يعرف يقال وفسر بعد كده على حسب ما عرفت منه انه كان في تصويت هيحصل على تأجيل كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون وكان هانيا بريدة فوز الأقجع في المعسكر ده وهانيا بريدة طام من الكابتن الخطيب ساعتها ان احنا هنلاقي حل وكلم انفنتينو وانفنتينو قال له كاس الأمم الأفريقية تتأجل وممكن كاس العالم للأندية يترحى اليومين ونحل الاشتباك ده فجأة سامويل اتو عمل فيها زعيم القارة وخد تكتل معاه ورفض تأجيل كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون وقال لك احنا ندخل بعد كده على موسم أمطار والملاعب بتاعتنا هتبقى مهددة والشمال عايز يفرض رأيه علينا ورحت المسألة في صراع ما بين الشمال والجنوب في الكاف البتوعة الجنوب حبوا يهزموا فوز الأقجع وهنا بريدة في اتجاه ففرضوا رأيي إن كاس الأمم لازمة تتلعد على فكرة لو النادي الأهلي جاب لعبته لكاس العالم لانديه محدش ياملك يقول له لا لو قرار عنيف أنا في بطولة رسمية بطولة عالم منظمها الفيف شوف مين السبب اللي انت نظمت بطولة في نفس الفترة وصل الأمر إن كان فيه طب بعتلي ناس وخد ناس وما حصلش حاجة من فأنت عندك نفس المشكلة تحصل إن أنت تضحي ولما فشلوا في الحل الأهلي ضحى وبيتسو موسماني جهز بدائل وزي ما المهندس عاد لي فكركم لعب ناشئ صغير محمد مغربي سردباك عشان يواجه هذا الموقف ويعد هذا المطب كان ممكن جدا الأهلي بقرار اختياري زي كده منه يودع كاس العالم بدري انت واخد منه سبع لعيبة إيه لعي سبع لعيبة دوليين أفضل ما عنده يعني التشكيل الأساسي محدش أعتقد عمل اللي الأهلي عمله لا منتخب أولمبي ولا منتخب أول فالكلام على إنه الأهلي مصلحة مصر ومصلحة الأهلي ده مسائل قلتلكوا إيه سارتها هدفه فقط سوء نية ضد النادي الأهلي لكن الحقيقة بشواندس الغريب جدا بقى إنه حتى بعد كل ده ألاقي برنامج من البرامج وممكن حد يقول ده حاجات ما حدش بيشوفها الفكرة مش حد بيشوفها لو ما حدش الفكرة لما فيه كلمة تترمي وتفضل تلف والناس تقتنع بيها والأجيال الجديدة تصدقها وحلني على ما تبدأ تلاحقها زي يقولك الأهلي رفض استضافة تدريبات الإسماعيلي أيام التهجير ويطلع الناس سيد بازوكا كابتن سيد بازوكا حلف يمين بالله إنه ده ما حصل بس حلنا على ما الأجيال الجديدة تصدق على ذكر الإسماعيلي تسمع واحد يقولك هو الأهلي عمل حاجة للمنتخب في 2006 2008 و2010 اللي عمل التجربة ودى الأهلي لعيبة راحة المنتخب خدهم حسن شحاتة جابوا البطولات هو الإسماعيلي فلو في حد يذكر ويشكر هو الإسماعيلي وإنتوا عملتوا إيه قبل ما تجيبوا لعيبة الإسماعيلي عمركم ما خدتوا بطولة وكأنه بطولات الأهلي أنت متصور الليل كده ده عارف إنه بتكلم صح عارف إنه بتكلم غلط عارف لأنه هو كام المنتخب ده حتى لو قلنا اللعيبة الإسماعيلي كانوا في الأهلي كانوا كام واحد اللي راحوا المنتخب طيب أنا هقول لكم بالأسماء فقا هقول لكم بالأسماء عشان تعرفوا كمية الكاذب والتضليل وأنا أنا على فكرة ما عنديش مشكلة مع أي حد يقول رأي لأنه في النهاية هو رأي في ناس هتصدق ناس هتكلم ده مش رأي يا سادة براهيم حتى لو ده إدعاء لكن لم يبقى فيه إدعاء وجهل وغباء وتزييف وتضليل لا تبديل الخلطة الخبيثة جدا كمية الجهل اللي بتقالها جماعة غير طبيعي غير طبيعي بجد الله أنت راجل طيب يا أستاذ براهيم مش جاهل يا أستاذ براهيم هو لو جال واحد يتحمله لأن الجاهل تقدر تعلمه تقوله الحقيقة لكن هو مش عايز هو عارف ليقول كلام مش مظبوط هو كلام دي كانت قناعته اللي قال كده ده على فكرة لعب سنتين في الأهلي وسنتين في الزمالك وسنتين في الإسماعيلي أو الثلاثة أو أكتر يعني ولم يترك بصمة في الثلاثة لا في الثلاثة لا في الإسماعيلي نجح بدليل أن أنت اشتريته إنما في الأهلي ما نجحش راح الزمالك ما كملش لكن هو كامل دلوقتي على الشاشة لا ندرب في الفتاح الزمالك أيها فالهدف إنه بيحل على فكرة يا جماعة احنا بنتكلم على محمد عبدالله يعني أنا قلت الأول المسألة مش مثالة يتقال أسماء عشان الموضوع صغير قوي لكنه بس هو لما تروح فجأة ده فاجأة أستاذ إبراهيم التكلم ده جديد فجأة بقى يتكلم كده بقى كاره للأهلي يعني التكلم الكراهية دي على فكرة مش كاره هو عامل كاره للأهلي بيسوأ نفسه ظرفه كده آه بيسوأ نفسه هيكره الأهلي ليه بيسوأ نفسه هناك طيب كاس الأمم 2006 كابتن حسن شحات خد عشر لعيبة عشان بيتقالك هو خد لعيبة الأهلي اللي واخدهم من الإسماعيلي العشر لعيبة اللي خدهم من كابتن حسن في 2006 في القاهرة عصام الحضري أنا بتكلم على العشرة اللي من الأهلي عصام الحضري وأظن مش من الإسماعيلي وقل جمعة برضو مش من الإسماعيلي أحمد السيد مش من الإسماعيلي محمد عبد الوهاب مش من الإسماعيلي خد أحمد فتحي وكان ساعتها برا ما كانش إلا في الأهلي ولا في الإسماعيلي خد محمد بركات ده اللي من الإسماعيلي ومش من الإسماعيلي ده من العرب القطري بعد ما الإسماعيلي باعوا وازمالك رفض يشتريه وقال لك عنده غد درقية لما جيلي الاهل ونجح قال لك بس الاهل خده من الاسماعيلي بعد موسمين محمد بركات محمد ابوتريكا مش من الاسماعيلي محمد شاوي مش من الاسماعيلي حسن مصطفى مش من الاسماعيلي عماد متعب مش من الاسماعيلي وقسامة حسني مش من الاسماعيلي دول العشرة اللي من الاهل اخدهم الكابتن حسن شحات منهم لعيب كان يوما ما كان قبلها بسنتين في الاسماعيلي فين بقى أن الإسماعيلي هو اللي عمل مش الأهلي وللي ده دوره تجاه منتخب بلده لا الإسماعيلي عمل بتقديم حسني عبدالربو عمل دور مهم حسني كان جاي من ستراسبروك برضو حتى لو أنا عايز أقول ما كل واحد أخذ الكريدت لكن ما تتدعيش على الأهلي حاجة طيب جي في 2008 كابتن حسن برضو في غانا خد عصام الحضري من الأهلي خد شاد محمد خد أحمد فتح كان جي الأهلي خد وقل جمعة وأخذ كمان حسن مصطفى كان الأهلي والدال للوحدة السعودي وخد عماد متعب وكان محمد فضل انتقل للإسماعيلي ومحمد شاوي كان رحمد الإسبرال الإنجليزي في الفترة دي ولا واحد من الإلالة خدهم من الإسماعيلي كانوا موجودين في الفترة لا محمد شاوي رحمد رجع ملعب لا ملعبش فضل في الآل أيوة ما انتقلش مش ملعبش ما رحش ما رحش لا وخد أبو تريكا طبعا في البطولة في الفين وعشرة خد عصام الحضري خد وقل جمعة خد هاني سعيد هاني كان انتقل للزمالك وقتها خد حسام غالي من الأهلي خد عماد متعب من الأهلي خد السيد حمدي من الأهلي وناجي جده كان لسه ما انتقلش للأهلي إلا بعد البطولة دي يعني ولا واحد من دول كان انتقل للأهلي يمكن أحمد فتح وسيد معوض عشر لعيبة ما تلاقيش إلا واحد تمن لعيبة تلاقي واحد ومع هذا لسه هتلاقوا نغمة إنك تنسب ده للإسماعيلي ويتقال إن الأهلي قبل ما يجيب للإسماعيلي كان خد إيه خد إيه الأهلي أنهى التسعينات وهو واخد سبعة دور واربعة يعني الأهلي لعبة الإسماعيلي أضافت للأهلي وأضافت لنفسها والأهلي أضاف لهم كتير لأنه بص على كل لعب في الإسماعيلي قبل ما يجي النادي الآلي كان كاريره الدولة يرسل بريب فكرة اللاعب الإسماعيلي هم ما كانوا لعب إسماعيلي هم لعبوا للإسماعيلي يوما ما كلهم خرجوا من الإسماعيلي الوحيد اللي جه من الإسماعيلي أو الاتنين بشكل الثلاثة محمد عبد الله طب هم وخالد بيبو وشارب على حضي كنفري إنما محمد عبد الله شرى وخده شيكو معاه يعني فلوس وشيكو وهو تمسك بالأهل جامد طبعا رفض الزمالك آه هو وقتها قال كده تصريحاته كان كده الثاني شريف عفضيل وخده فلوس وخده صديق وهاني لا شريف عفضيل آه وصديق وبعدين عبد الله سعيد وكنت لو استنيت ست شرى تاخدوا فريق كلهم لو استنيت ست شرى اخدهم فريق كلهم كانوا في آخر سنة ليهم واخد بالك ومع هذا انت فضلت احنا قلنا الروح من بابه ليه لا استفيد وقفيد عشان أنا عارف المتاجرة اللي هتحصل لأن دي على فكرة المتاجرة دي ما تخلقتش جول إسماعيل ابتدت من برة وبعدين وجدت صدع عند بعض الناس على كل انياريت الحقيقة تكون ظهرت كل التوفيل الاهلي بكرة ان شاء الله المباراة صعبة لكن اعتقد تركيز لعبت النادي الاهلي روح لعبت النادي الاهلي ودعم جمهور النادي الاهلي في ملعب الملك فهد بكرة ان شاء الله تعالى يكون مساء الجمعة ليلة صوبر بإذن الله تعالى دمتم لأهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التساعة مساء الاثنين القادم ان شاء الله سواء الله تعالى